السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني سعيدني وشرفني ان احنا استضيف الدكتور سامر السياري هو مهندس معماري ودكتور جماية وبحث في مجال للعمارة الفضائية وتخرج في سنة 2001 بمرتبة شرف الاولى وتم تعيونه في جامعة اسكندرية وحصل على العديد من الجواز المحلية والدولية اكثر من 40 جائزة مثل الجائزة حسن فتحي للعمارة المصدامة في 2011 وتصميم الداخل المصدام في 2013 والجائزة الاولى لتصميم مستعمرة المريخ بلوس انجلوس 2017 وبثلاث جواز مؤسسة جاك روجيري بباريس في الاعوام 2016 و2018 و2020 وفاز ايضا في احتفالية العمارة الدولية بماليزيا في 2019 والجائزة الاولى للابداع العلمي بمنتدى البحر المتوسط في 2011 وتم تكريمه من جماعة المعماريين المصريين في 2017 من افضل مئة المعماري مصري في اخر مئة سنة من ضمن العديد من الجواز الاخرى وتم معرض اعماله في العديد من الدول مثل مركز ابحاس ناسا بهوستين في تاتسس في عام 2019 ومتمر المناخ الدولي في دورته الواحد والعشرين بباريس وفي معرض اخرى بفرنسا بالعوام 2015 و2016 واليونان 2016 وطونس 2011 ومصر 2011 وماليزيا 2019 من دامن الدول الاخرى وتم معرض التصاميمه بوثاقية بقناة ديسكافري والتلفزيون الوطني الولندي وقناة كاليفورنيا دريميرز والاولاقات صحفية في عدة مجلات مثل فوربز الشرق الاوسط وقدم الدكتور سامر السيري العديد من المحاضرات العامة مثل الـ AIAA وتدد بي ايو وبين اربيا ولو العديد من المحاضرات بمجلات علمية مرموقة كمشاغل العديد من المناصب مثل سفير مؤسسة مارس سيتي ديزاين من عام 2017 لـ 2020 وسفير مؤسسة زاك روجي من عام 2016 الان وسفير مؤسسة ادية اكس ام اي من العام 2021 كما حكم العديد من الجواز المسابقات الدولية مثل جائزة بيم افريقيا للعام 2021 ومسابقة مارس سيتي للعام 2020 ومسابقة اي دي اس كايرو 2020 كما قام بالعدد من ورش العمل ودرب العديد من المهندسين المتخصين ما يقارب من 10 الاف متخصص امهندس في مجال التصميم الرقمي ونمزجة المعلومات بتغتشر دولة مختلفة في اخر 20 سنة ان شاء الله يا دكتور وربنا يزيد وبرك ان شاء الله يا دكتور كذا كما لكل خير طيب بسم الله الرحمن الرحيم اه بشكر حضرات السادة الحضور اه بشكر بشموندس عمر السليم بشبر اه اه بي ايام عربية على النشاط الكبير اللي هم ايمين به يعني ربنا يبارك يا رب ويزيد وفرصة فرصة ان احنا نناقش وجهات نظري مختلفة وهو دي وجهة نظري عن المستقبل وطبع المستقبل في الاوي في الاخر هو بعلم الله في علم الغيب سبحانه وتعالى لكن دي تصيراتنا او دي وجهة نظرينا لما حنصمم ان شاء الله حنبدأ نصمم باي سوعة وقبل ما نبدأ هو المستقبل الحقيقي يعني مقسم كده لتلات مراحل او تلات انواع المستقبل القريب المستقبل المتوسط والمستقبل البعيد لو جينا مسكنا كل مرحلة من هذه المراحل لما بنيجي نتكلم نقولك مثلا او المستقبل القريب فاحنا بنقصد من 10 الى 15 سنة القادمة ده المتاح عندنا لو بدينا نتكلم على المستقبل اللي هو المتوسط فالمراحلة الزمانية بتبقى اكبر من كده يعني تخيلنا في خلال ما هي لمائتين سنة مثلا اللي ممكن يظهر المستقبل بقى البعيد اللي هو يعني ابعب من كده بكتير وده يستحيل علينا تصوره ويستحيل علينا ان احنا نعرف خاصة خاصة في التطور التكنولوجي الرهيب اللي احنا بنشهده في هذا العصر نقدر نقول من ضمن مظاهرة التطور التكنولوجي اللي احنا شاهدناه من متين سنة متين سنة فقط من النهادة يعني سنة 1820 نقدر نقول كانت العربات الخشبية اللي بتجعلها الخيول هي السائدة النهاردة احنا عندنا طائرات شبه عندنا طائرات خمسة وتلاتين واثنين وعشرين وحاجات ونزلنا الامر وطلعنا ان هي كويسين راجع على الامر تاني في اوتيمس بورجرم عالفين اربعة وعشرين وروحنا لحد المريف ده كان خيال علمي لو تجي تتكلم مع حد كان عايش من متين سنة وتقول له تخيالك ان احنا هنروح المريخ هو ما عرفش ايه المريخ ده وهيعتقد المريخ ده خرافة لو جيت قلت له انسان هيطير وحينزل تحت اعماق المياه وحيروح وحييجي وحيظن ان انت مجنون لو جيت ما مسكت له التليفون وقلت له ده في حاجة اسمها الفيديو كول وممكن تشوف حد في قارة تانية وتقول له ان انت عندك الدنيا ليه لكن عندنا الدنيا نهار في نفس اللحظة والتو يعني ده اضرب ما يكون بالسحر بالخيال وده كان في متين سنة فقط فالتطور التكنولوجي اللي احنا بنشهده النهاردة مش بس تطور التكنولوجي يخص الادوات او الجادجيتس او الاجهزة اللي احنا بنستخدمها لا الموضوع كمان فيه تطور في الفكر وفيه تطور في الايديولوجي وفيه تطور في اللوجيك او في التفكير بدليل يعني امثلة بسيطة جدا كتير مننا خلاص يعني ما بقاش يضحك على النقط اللي كان ابقنا واجدادنا بيتحكوا عليها او القصص اللي كان بيتضحك بها عن الناس زمان الناس اصبحت النهاردة اكثر واعيا تطور المعلومة وتطور المفهيم وتطور التقاليد وتطور كل حاجة برضو يعني ماشي مع التكنولوجيا فاحنا فعلا في المستقبل احنا مش شايفين ايه اللي ممكن يحصل لكن احنا عندنا تخيل كده او دي وجهة نظري في يعني على دوق المسابقات اللي ربنا اقرم بيها وبيحتي بيها شوية الجوائز في اخر 20 سنة انا بقول ان الاركتكتر او مجالنا او العمارة او صناعة البناء خلينا نقول اللي هي التايتل الاكبر او المفهوم الاكبر ندعوني 3P ايه هم الP اللي احنا بنكلم عليهم اول واحدة يعني يه سكارستي اصلا سكارستي اللي هو ندرة الغذاء او خلينا نقول كمان ندرة الموارد مش فقط الغذاء لان يدخل كمان في الموارد المياه يدخل فيها حاجات كتير فاحنا لو بنقول ان احنا النهاردة ممكن نعاني من اه قلة او شح الموارد ممكن بنتكلم بتنجم على قلة الغذاء على اه المجاعات اللي حصلت فاحنا بنقول ان في المستقبل حيبقى فيه بوست سكارستي مش هتبقى مشكلة دي موجودة زي ما قدرنا الحمد لله وبكرة من الله سبحانه وتعالى ثم باجتهاد بعض العلماء والناس اللي كان بتشتغل ان احنا مقضي على كثير من المخاطر زي الاوباء اللي احنا اللي كانت زمين بتهدد الناس اللي هو ده الحمد لله يعني عدناها زي الاولى والتانية والتالتة اللي كلهم بدأوا من فترة مية عشرين سنة يمكن حاجة زي كده. فكانت طبعا بقى فيه اصبحت ازازة المية اللي موجودة عندك اللي هي المية الصحية اللي انت بتشربها دي من مية سنة فقط كان شيء يعني غير متواجد مستحيل تشعب مع بعض النقاء. ففي تطور في تطور في الصحة في تطور في المواد الغزائي اللي بناخدها في تطور في الدواء في تطور في كل حاجة. فتوقعوا العلماء ده با مش توقعي انا الشخص الحقيقي ده توقعوا العلماء ان احنا همصل الى مرحلة اسمها ودي كانت رقم واحد. مش هيبقى فيها عندك خلاص ازمة غزاء. مش هيبقى عندك مشكلة في المواد تطور التكنولوجيا هي تحللنا ان احنا ممكن نغير مياه الابحار نخيل البحور والمحيطات نخليها مياه صلاحة للشربة ممكن نجمع مياه من الشطر ممكن نجمع مياه مياه من الضباب حتى. فاصبح ان ده مش هيبقى مشكلة. رقم اتنين البوست كاربون او ما بعد التلاوث احنا الناقش التلاوث بنقص 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 معدل زيادة ثاني اكسيد الكربون والملوثات اللي بتهدد بالتغير والمناخية بالتالي بتنعكس على الكوارس اللي احنا بنشهدها يمكن في فترة الاخيرة. لكن بدأ الوعي يزداد فبقينا نسمع عن حاجة اسمها او المدن صفرية الكربون. بدين نسمع عن او الاقتصاد اللي بيعتمد على رعادة استغلال وبالتالي بيقلل من البصمة الكاربونية في العالم. كمان بيتوقع العالماء ان احنا هنصل الى مرحلة اللي بيسموها البوست كاربون او ان احنا ان شاء الله هنبدأ نتغلب على زي على زي المشكلة وهي بخلاص. رقم تلاتة البوست سنجلارتي. والسنجلارتي دي النظرية اللي بتقول لنا هتنصل الى مرحلة هيتفوق فيها الالة والزكاء الاصطناعي على زكاء الانسان. والحقيقة الموضوع ده مش بعيد يعني هم العلماء لما صنفوا الزكاء الاصطناعي قالك انت عندك تلات مرحل. المرحلة الاولى بيسموها او الزكاء الاصطناعي الضيق. وانت زي سيري اللي موجودة على الايفون او زي الموجودة ما عاش ممكن على جوجل ولا امازون امازون اعتقد واي بينامج زكاء الصناعي انت بتتكلم معاه وبيحل لك او عنده بس محدود تطلب منه طلبات محدودة فبيرد عليك بطلبات محدودة وخلصت. في بعد كده مراحل تانية اعلى في بعد كده اللي هو يعتبر اكبر وبعدين او وده اللي احنا بنعتبر ان هو في مرحلة الخالي العلمي بقى. اللي هو ممكن عنده عنده ادراك لذاته وفاهم ان هو ما كان وفاهم ان انت انسان وممكن يبدأ يكون له ارادة مستقلة عن ارادة الانسان وبالتالي ده اللي احنا كنا بنتخوف منه. لكن كمان العالماء بيتوقع ان احنا هنصل الى مرحلة بيسموها يعني مرحلة التغلب ما بعد هذه المشكلة فهيحصل او دمج ما بين الزكاء الانساني والزكاء الاصطناعي. وكل واحد ده ما عرفش طبعا صوتها كيفيتها ازاي? يعني اللي ما تقول له كلام كتير اللي يقول لك حنزر على شريحة في مخ الانسان. فيبدأ يشور على الانسان بافضل في حياته اليومية. جيت ماشي في شارع الكمبيوتر ولو الاي اي اي يبدأ يكلم معك يبدأ يوجه يقول لك لا يبشي مين وتبشيش منه عشان شبال ممكن بعد شوية هيحصل كذا 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 ويتوقع وتطلع حسابات دقيقة مثل وممكن يبقى الاي اي ديت اللي بيكلم معك وبيوجهك متصل مثلا بالامر الصناعي فهو عنده معلومة غيبة عنك. دي بيسموها البوست سنجولارتي. وده مشكلاتي ده كلام علماء كتير وابحث كتير. لكن بتاع او التلاتة على الاركيتكتش رو ده لما جاي ناشوك اليوم. طيب الاول تعالوا نشوف كده هل في تصنيف للحضارة? هل في تصنيف لمستويات الحضارة الحياة فيه? وتصنيف الاولي او المبدئي اسمه كاردجيف سكيل نسبة العالم روسي اسمه كاردجيف نيكول كاردجيف. الراجل ده قال لك والله الحضارة بتقص بكمية الطاقة المستهلكة. تعالى شوف مثلا من ربعمائة خمسمائة سنة ما كانش فيه كهربا. ما كانش فيه اي حاجة ما كانش فيه صناعات حتى. كانت الزراعة هي السائدة وكان صناعات محدودة جدا جدا وحتى الالتباعة محدودة لانه وسائل التنقل والانتقال كلها بتعتمد على الحيوانات والمشاية والدواب يعني كانت العملية يعني بداية من وبالتالي كان استهلاك الطاقة آآ قليل. النهاردة من ضمن اسلحة الدمار الشامل ما يطلق عليه اسم او اللي هي بتوقف كل شبكاتك وتوقف كل حاجة آآ بتعمل بمجال الكهربوناطيسي وده بتصنف انها من اسلحة الدمار الشامل. يعني بيعتبر في العصر الحديث او بيعتبر في العصر الحديث انك لو قفت استهلاك الطاقة انت ممكن تقضي على شعوب ومدن بالكامل. قال لك هي الحضارة القادرة على استهلاك عشرة للقص ستاش وط رقم ضخم جدا جدا من الوط. لو وصلت حضارتنا ان احنا بنقدر نستهلك او بنكونسيوم طاقة بهذا القادرة فاحنا عندنا من الاجهزة عندنا من الاختراعات والابتكارات ما يجعلنا في المصاف ان احنا او الحضارة رقم واحد. طيب احنا وضعينا الحالي. هل احنا وصلنا لا لسه. احنا طب وضعينا الحالي ايه? يعني سبعة وتلاتين من المية. لسه موصلناش لواحد. يعني ده معنى احنا قدامنا شوية عشان نصل الى هذا المجال. بس مش بس استهلاك للطاقة. كمان احنا نقدر نحصل على كل الطاقة اللي كوكب الارض بيدهنه. مش بس او اللي هو الوقود العفوري. لا. الوقود اللي بينزل ممكن اشعة الشمس اللي بتنزل. ممكن حركة الامواج اللي بتحصل بتاعت البحار حركة اياح كل ده تقدر تتولد منه طاقة لو وصلنا لهذه المرحلة انك بتتولد الطاقة بتقدر تحصل على كل الطاقة الممكنة على واجهة الارضية يبا احنا كده كمان نقدر نصل الى لا ده فيه كمان اعمق هو قال لك انت مش بس بتبص على كمية الطاقة المستهلكة وكمية الطاقة اللي انت بتجمعها. لا انت فيه بيسموه يعني يمكن بيكلم بعد كده على استهلاك الطاقة في مرحلة تانية لو انت قدرت تجمع كل الطاقة اللي بتطلع من الشمس. وده شيء مستحيل يعني شيء يعني مش مستحيل اقصد في علمنا الحالي وبامكانيات من الحالية شيء صعب جدا. لكن كمان بيقولك لا انت كمان ممكن تتحكم في التكوين ازاي؟ توكوين الجزائي ثم التكوين ازاي؟ ثم تكوين الالكتروني ثم ما يرى باسم الكوركس اللي هي تعتبر اصغر شيء في عشان ابسط على السادة الحضور يعني ايه كلامين ما احنا بنقوله ده؟ يعني احنا ممكن نصل في يوم الايام مسلا الى طباعة ثلاثية الابعاد واعتقد احنا كلنا النهاردة فاميليا او عندنا فكرة ما هي الطباعة ثلاثية الابعاد. لكن الطباعة ثلاثية الابعاد لو احنا وصلنا الى حكم الجزائي يعني تقدر تغير في التكوين الجزائي للمادة وتقدر تعمل طباعة ثلاثية الابعاد بالموليكولو او على البستوى الجزائي ده معناه انك ممكن تعمل طباعة لجسد انسان كيه من مطابق لجسمك وانت عندك خمس وعشرين سنة ويضل محفوظ عشان لما تصل الى سنة التمانين يمكن تحتاج منه كلا او كبد او قلم ده مش غير ده هو ده فعلا اطباع ثلاثية الابعاد على الموليكولو او على المستوى الجزائي. فما بيلك باي حاجة تانية. عايز تتبع المز عايز تتبع دهب عايز تتبع العايز تتبعه. ممكن تقدر تعمل اعادة تكوين زي اللخامات اوليدي موجودة. فتبدأ اتحاول الخشب مثلا الى مادة مشاعز اليونيو. او تعمل من الخشب مثلا مادة خشب شفاف. او تعمل اي حاجة ممكن تتخيلها. طب خلاص وصلت المرحلة يعني التحكم في التكوين الجزئي. طب لو وصلنا الاعمق من كده. يمكن هي التحكم في الالكتروينات اللي ممكن تطلع به بالمعادة المشاعر والمعادة المغناطيسية والمغناطيسية وممكن تصل الى يعني ابعاد آآ خطيرة جدا احنا المهودة بنعتباه خيال علمي وسح. زي ما كان اجدادنا من متين سنة ممكن لو حكيت لهم على اللي احنا وصلنا له المهودة يعتبر انه هو باعده خيال علمي وسح. وده اللي احنا نقدر نتخيله في خلال المستقبل القريب. والمستقبل اللي بعد القريب. لكن المستقبل البعيد اللي هو بتكلم على الف سنة. مستحيل نقدر نتخيل ولا نقدر نعرف عنه اي حاجة. لكن حد الحضارات كوبايد وفكرة. من وحي مش من وحي من اقوال العلماء اللي بيقوله او بيناده للاسف شديد ان المستقبل البعيد اللي هو بعد خمسمائة سنة يمكن اكتر. حيوجع الانسان يستخدم القص والسهم ويمكن السيف والخيمة. وحيوجع للحضارة البدائية من تاني. وقتها بعد الف سنة والله اعلم برضو العلم الغدى بتاع ربنا سبحانه وتعالى. حيقال ان فيما الان كان في حضارة على الارض متقدمة جدا جدا اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. زي ما احنا دلوقتي يمكن في بعض العلماء اللي بيقوله ان كان في حضارة اتلنتس. وكانت برضو بتعيش في تطور تكنولوجي غير مسبوخ ما نعرفش عنه حاجة. وبعضه العلماء التانية اللي بيستدل على بعض الجداريات اللي موجودة على افرام المصارية القديمة والمعابد المصارية القديمة وقبائل الماية. ولك احنا شفنا اطباق طايرة والله اعلم تفسيرها ايه برضو? احنا ما عندناش من الادلة العلمية الكافية اللي نقدر نحكم عليها. طبعا اكثر تطورا وفيه بعد توفر كارداجيف بجوم بعد كده علماء عملوا طيب فور وفايف وسيكس وسيفان. ومش مجالنا النهاردة ان احنا نناقش فيهم يعني حشان حتى لا نطير اراح اضراتكم. طيب احنا نقشنا البوست كاربون يعني ببساطة التعريف الرسمي بتاعها. هو بيقولك النظام الذي يعتمد على وجود الكاربون خلاص مش مش هيبه اعتمد على الكاربون اه بعد كده. وده هيصل الى مستويات من ده حيغير وجه المدن بتاعتنا. حيغير وجه العمارة بالكامل. حينت بعمله طبعا لو كاربون. هزولها زي. ايه الكلام دا يات? الحقيقة العلماء برضو في حاجة اسمها لما جوم يتخيله قال لك والله انت ده العادي ده المفروض يتعامل. ان انت لا بتقصر في البيئة وبتضمن حقوق الاجيال اللي هتجي المستقبلا في انها تلاقي موارد يعني انت ما تخلصش الموارد ومواردها كلها ما تلوسش المياه كلها ما تلوسش الهواء كله ما تستنفذ كل الموارد عشان الاجيال اللي هتجي بعديدكي كلها الحق انها انتاجد شيء لكن في ما راح주면 حقيقة اعلى. فيه اللي اعلى من Southeast ability بيسموهurun Nabelson انك انت ممكن بقى بدل ما انت بش بس بتبدد لا انت ممكن انت بقيمة الموارد ممكن تساعد الطبيعة انها تهيل ان انت تشفي جراح الطبيعة انك في موارد المبددة منها. والاحلى من كده ان في حاجة اعلى كمان. من بيسموها. صور عافوا ان دي كانت فيه اللي هي اعلى شيء. ان انت بتعمل كأنك انت الطبيعة. والغريب في الامر ان في تجارب من كزا الف سنة فاتت خاصة في الهند وفي غيره. كانت الناس بتمد جسور من الاشجار. فبيستخدموا الشجرة اللي باب ينه كانت هي الجسر. وهو في الاول في الاخ الشجرة. بس بيمدوا جزارها الهوائية بحيث ان هما يعدوا عليها فتعمل كأنها بصور. يعني يعني انت مش بس متحافظ على الطبيعة ومش متحاول انك ما تبدتش مواردة ده انت الطبيعة. فدي المرحلة المتقدمة اللي ممكن نصل اليها. زي ما قلنا قبل كده. او هي نقطة فردية في الزمن. لما التطور التكنولوجيا الموجود. هيبقى غير قابل للتحكم. وهيبقى غير قابل انك تعمله اه توقفه. فطبعا ده ممكن يغير في او في تاريخنا. لكن لما نصل الى كيفية التحكم في هذا الوحش القادم اللي هو الزكاء الاصطناعي. احنا طبعا النهار ده على عتاب الثور الصناعي ربعة. او ما يطلق عليه باسم او التحول رقمي. كل شيء بنحوله الى اعتمادنا حيزيد كمان مع ومن الطبيعي انك تلاقي جراح قاعد في امريكا بعمل عملية لطفل مسلا في كينيا. او تلاقي اه عمال في كوريا الجانبية عشان يشتغل في المصنع بتاعك اللي مسلا في امريكا الشنالية امريكا الجانبية. وهم عادين هم كانهم. متحركوش من مكانهم. عن طريق الفايف جي وهم عادين في الهوب بتاعتهم. وعادين مسكين جايستيكس وعادين بتحكمه في الحفارات اللي هي بتشتغل في امريكا الجانبية لكن العامل بيشتغل في كوريا. حتة تانية مختلفة تماما. ده الفايف جي. وبعد كده لما يدخل الزكاء الاصطناعي مش هتحتاج لهذا العامل. انت هتحتاج لكمبيوتر يشغل الموضوع. اللي واحده ويقوم بعمله. اللي واحده. وده هيسبب على فكرة محاضرة المهودة بالمناسبة اه يوتوبيان جدا. او يعني بتشوف الجانب الحسن او الجانب المتفائل من التكنولوجيا. يمكن فيكو من حضراتكو حضر قبل كده لقيت اه محاضرات سابقة اللي كانت بتتكلم على كانت اغلبها او اللي هي المستقبل التشاومي لو حصلت مشاكل على العرض نحلها ازاي ازاي هنسيب الارض ونوح كوكب بديد. لكن المهودة اليوتوب من الوجه الاخر برضو لوجهة النظر العلمية. وهنا بقى الاقتصاد ما بعد النظر. ليه ليه آآ النظر المركزية ان بفي عندك مصنع واحد او مكان واحد بيزرع وهو بعد كده يحصل حاجة اسمها السلسل التوريد او لحد ما يسل المنتج الى بيتك عن طريق السوبر ماركت وقبل السوبر ماركت تجري الجملة لتجري الجملة المصنع وقبل المصنع المنتج والمواد الخام والمواد الخام اللي ممكن تيجي من مكان تاني والقصة اللي احنا حضراتنا كلها عارفانها ليه ما يبقاش فيه في يوم من العيام عندك انت في بيتك هلطول بتزرع اللي انت عايزه زي ما النهار ده فيه عندنا شبكات مية وكهربة وغاز اغلب بيوتنا اللي هادا فيها شبكة مية ونظيفة للشرب عندك شبكة صرف الصحة اللي هو التخلص من المياه بتاع الفاسدة عندك شبكة كهربة وعندك شبكة غاز وعندك شبكة انترنت عندك خمس شبكات تقريبا في بيتك ما ما اعتقدش النهار ده في القائنة الواحد وعشرين في حد ممكن يقدر يعيش من غير احد هذه الخمس حاجات حدش يقدر يعيش في بيت ما فيوش مية نظيفة حتى لو مش بتشرب منها بتشرب من المية معدنية بس بتحتاج تستحمى وتغسل في المية مهمة ما فيش حد يقدر يعيش من غير صرف صحي ما مش هينفع ما ينفعش تعيش من غير كهربة ما ينفعش تعيش من غير انترنت بالمناسبة ما فيش واي فاي ما فيش سريجي زي هتعيش هتبقى منعزل عن العالم لكن الغريب في الامر مية وخمسين سنة فقط كانت الناس عايشة من غير خمسة دول وكانوا عايشين كويس جدا على فكرة طب احنا في المستقبل متوقع ان الخمس شبكات دول ممكن يصل الى عشرة شبكات او اتناشر شبكة طب ايه هنحتاج ايه تاني ممكن تلاقي عندك شبكة ايه ايه ده اللي هي بلاستيك او مش فاكر اسم المصطلح الحقيقي العلمي بس هو نوع من انواع الخامات اللي بتستخدم عشان الطباعة ثلاثية الابعاد فانت ممكن حضرتك تتبع في بيتك الشوز اللي انت بدل ما هتنزل تشتريها لانت حتى من الدومليد للفايل من او من اي مخزن اللي ممكن يكون زي شركة امازون يبعت لك الفايل الديجيطال او الفايل الرقمي ده عندك في البيت على حسب بقى الفلوس اللي معك اشتريت والله كبيرة عالي بتتبع خشب وبتتبع حديد وبتتبع كلام ده كلام ده موجود بالمناسبة مش لسه حييجي خلاص في بتتبع منتجات خشبية وفي بتتبع منتجات معدنية ممكن تتبع اللي انت عايزه ممكن تفصل الازياء والهدوم اللي انت حببها او اللي انت حبها يعني بخاطب بقى هنا اه اخواتنا البنات هلاقيتي موديل هتزبط الموديل ده على مقاسك تشوفه في مرايا سمارت مير اه لايتي ان هو مناسب عليك هتطلب الورده ويبدأ يطبع عندك وتحصل عليه فحيحصل وده بالتالي حغير شكل المدن هتلاقي المولات التباية اللي احنا معها في النهار ده مش هتبقى موجودة بالمعنى المعروف هتتغير لان الشركات هتزيد هيبقى عندك فيه ممكن زي مواسير بقى زي حاجة زي ساب لاي حاجي لك من الخباية اللي انت هتبالها تباعة لا اوزيتكم من الشعر بايتا التجارب الفترة الاخيرة كانت بتكلم على مراه باسم لو حضراتكم هم المتابعين الحركة العلمية اللي بتحصل في العالم اللحم اللي هو اللحم الصماعي بس هي لحوم بس مش صماعية على فكرة بيقولها لحوم آآ نمت في المعمل بينتجوها في المعامل الناس بتعزوا في حالها نفسيا بس ممكن في يوم الايام الابهادة السائد يعني لعمة بدلا ما تتبح لا انت اللحمة ممكن تعملها ثلاث دولة لحد دلوقتي اعتقد اخدت الموافقة على هذا التصنيف سنجابور كانت واحدة من نام على حسن ربنا متذكر والتكنولوجيا دي في الاساس كانت برضو عشان جماعة بتعروا هذا الفضاء او اللي هي العوالم اللي هتكون خائب نتاق الارض هل ممكن يحصل على البروتين او ممكن يحصل على البروتين بروتين مشابه لنفس اللحوم اللي موجودة عندنا فالموضوع برضو يعني في ناس هتخاف منه حقيقة وهو فعلا في بعض الناس بتعتبر ان هو شيء مخيف لكن برضو في نفس الوقت ممكن يكون بيدينا في يوم الايام فرصة للنمو فرصة لان الناس تتطور زي ما بالزبط من متين سنة لو حكيت له واحد على حوادث السيارات وحوادث الطائرات وحوادث السفن الحديثة خلينا السفن السفن قديمة من ايام سيدنا نحو فيه سفن بس الطائرات مثلا السكك الحديد العربيات لو جيت حكيت له على حوادث السيارات هيترب هيخاف لو جيت حكيت على الواحد مثلا من مئتين سنة على الحوادث ربنا عافينا يا رب بتاعت المفاعلات النورية مش هقول القنابل هقول المفاعلات اللي هي بتحصل حوادث كويروس هي بشيء مخيف لكن في نفس الوقت هل يمكن الاستخداء المهاردة عن هزي التكنولوجيات ما مستحيل طيب ايه اللي انا بعمله في او كان عكاس للمفاهيم اللي احنا دربشنا فيها دي المانفستو بتاعي او طريقة عملية هي مكونة من ثلاث مراحل انا مهندس معمائي متخرج من عشرين سنة في الميدل ايست هنا من الشرق العوسط فطبيعي اننا عندي اه التأثر بتواف عالي جدا جدا مش حضارة واحدة مجموعة حضارات ومجموعة الحضارات ومجموعة الثقافات او مجموعة الموروث الثقافي العالي ده الذي يتراكم حضارة بتسلم حضارة ده شيء لا يمكن ما اقدرش هتجاهله ما ما يش هينفع فاللانا بعمله ان انا اكيد بلاقي الجزور اي ببحث عن الجزور الموضوع دايما عندي مادة من الجزور الى فكاية يعني من الاصل ممكن تقدر تصل الى شيء قوي لكن كمان محدش يقدر يتجاهل يعني زي ما احنا كده احترمنا الماضي ما تقدرش تتجاهل الحاضر عندك النهاردة ويعيش بقى زي ما انت عايز تكنولوجيات بي اي ام اوتوكاد اه كمبيوتر ديجيتال منفاكتشون ديجيتال فابريكيشن روباتيكس كل اللي ممكن تتخيله كمان وكل ده مرحبه وبحاول ان انا كل يوم ادرس شيء جديد واعتقد الحمد لله ان في حركة اه في الشرق الوسط وفي العالم الحقيقة كله لتعلم الكمبيوتر وتعلم تطبيقات وتعلم كل ما هو جديد في الوسط بتاعنا على الاقل فزي ما فكرنا في الماضي واحترامنا الحاضر كمان لازم نفكر في المستقبل وانا دايما ليه روجة نظر بقولها دايما كتخطيط استراتيجي احنا مسئولتنا المهاردة هنسلم ايه للاجيال اللي هتيجي بعد خمسمائة سنة مش هقول الجيل اللي حيجي بعد عشرين سنة لا. اللي حيجي بعد خمسمائة سنة اللي حيجي بعد الف سنة. حيقول اجدادنا طبعا كلنا ايه? زي ما احنا النهاردة بنفتخر باجدادنا. طب ما فكرناش في احفادنا. حيقولوا علينا ايه? ده المستقبل. يبا هي حلقة الماضي. الحاضر المستقبل. هي دي الخط الزمني. اللي انا بحاول يعني. ربنا يا رب يكرب ويوفق. ونقدر نعم فيها حاجة. هعرض لحضراتكم مجموعة من التجارب. الحمد لله كانت اه اغلبة كلها اه مفازت بالجوائز او على الاقل وصلت الى المواحل النهائية. وكانت اغلبة برضو جوائز عالمية او دولية. اه نبدأ كده بال او البيت الزائد. ايه فكرة البيت الزائد او ال 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 الحقيقة هو ال 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 بلاس هاوس او ال البيت الزائد ده بيت موجود في جهة اه اه وسط اوروبا. في برنونيا لما تذكر يعني المشوكة من فترة. وده بيت زي ما احنا قلنا بيمتج الغزاء بتاعه. بيمتج المياه النظيفة بتاعته. وبيمتج الكهرباء بتاعته. يعني هو مش بس زيرو انجي. لا احنا عدينا نرحلة زيرو انجي. وبدأينا ننتج جزء كبير من الغزاء وجزء كبير من المياه. طيب. فكرة هنا جال ازاي? طبعا اول حاجة بتتم هي دراسة الواسط المحيط. دراسة الخامة. الطربة دي هلتصلح لآ او بيسموه اللي هو التربة المتكوكة او المريمة. كان هو التكنيك الاساسي المستخدم. الحقيقة فيه عالية جدا. في بعض القيم اللي هو قاعة. بيخزن الحرارة بالليل والنهار وبعدين بيعملها بالليل. يعني فيه في حاجات ممتازة. وهو طبعا النظام من الانشاء كان حوائط حملة. وتغطيت السقف كله وتغطيت الحوائط السميكة اللي حضراتكم شايفية لها خمسة وخمسين سنتي تقريبا. كمسة ومية خمسين ملي بالزبط. كلها مغطاة او تجميع يعني ازاي مجال تجميع الامطار اللي بالمناسبة غزيرة جدا في هذه المنطقة. الواسط ده كمان كان في اشبع ما يكون بغيبة. فكان بالتالي نسبة الدبارة بنهارم بتبع عالية جدا جدا وفيه رياح موسمية بتبعها موجودة. انا بس بحب بحطوا حضراتكم في السياق بتاع الكمتكست عشان نشوف لهذا الكمتكست انساني نقدر نستغله او ازاي كان التفكير في استغلال الامفل لهذا المكان. اه كان عندنا تحدي اخر في هذا البيت وهو ان التكلفة ما كانتش عالية او الناس ما كانتش معاه فلوس انها تبني. ده طبعا كان اه بيت لمركز بحسي. مش عادي. كان بتاعي هنا مركز ابحاث. وكانت دي تجربة عايزين يعملوها. عشان يشوفوا. هل ممكن ان احنا نقدر نعمل الموضوع ديت او يعني يتعامل بيت اه ذات اكتفاق ذاتي. فقال طولهم والله ليه اكتفاق ذاتي لما ممكن يبقى كمان يعني يعدي احتياجاته. يبقى فكرة جديد. فكانت النتيجة ان احنا بدينا نعمل فكرة الهايدروبونيكس. الهايدروبونيكس اللي هي زواعة بعض النباتات اللي هي التغذية. وهنا الحقيقة برضو بحكم عملي شوية في عمارة الفضاء او فانا رجعت للمانيولز بتاع هيئة ناسة لابحاس الفضاء. هم حاطين معدلات. المعدلات اللي مفروض الانسان بيستهلكها من الخضاء ومن الفكهة. ايه هي افضل الخضاءات اللي هي قيمة غزائية عالية. والفكهة اللي برضو لها قيمة غزائية عالية. وبتنتج برضو جزء بتعمل توازن ما بين السكر ما بين والبروتينز والمواضيع دي كلها. قبلتنا تحدي تاني. اللي هي او الحياة البروية اللي كانت موجودة في هذه الغابة. فاكتشفنا نعمل قوارد حاجة كده زي الفرن. انا ناسي اسمها العلمي. ممكن تبدأ تأرقد وتاكل في الخاصة والحاجات اللي احنا بنزرعها. فكانت النتيجة هنا ان احنا لازم نبدأ نتغلب عليها. فالطريق في الاخر ان انا عمل زي صور حوالين البيت كله بالكامل. وده كان حاجة بالنسبة لي مش غريبة لنا طبعا ميدل ايسترن. فالطول ما جماعة في عندنا ما يعود باسم الكورت يارد هاوسينج. لكن فكرة الكورت يارد هاوسينج بالنسبة لهم كانت يعني غريبة شوية. فالطول ما الله بدل من سميها كورت يارد. تعالوا نسميها اول مكان اللي هو هيكون مفتوح تماما. بعد كده المكان اللي هو اللي تقدر تدخل به بمدخل مستقل للمطبخ بتاعك. وبنجرد ما هتقفل الباب خلاص بمكان سيمي برايفت. بعد كده المكان وقم ثلاثة اللي هو اللي هو هيبقى فاتح على قد النوم على فكرة الحوائط الداخلية كلها زوجاجية. فما فيش حد هيستمتع او بالاود دور غير بس قد النوم. واكتر جزء بالكامل ما حدش هيكسس عليه او ما قدرش ان هو يدخل فيه هو الحمام اللي برضو حوائط بتاعته كامل زوجاجية بالكامل. لكن مش مشكلة زوجية لان الحوائط كلها عالية والحوائط كلها فيه كاملة فيها. فاعجابه فكرة فورد جيزة برايفيسي قالك والله الفكرة زريفة لكن هو الواجه الاخر هي من الاخر فور كورتياردز هم اربع كورتياردز وسميناه بلاس هاوس وكان فعلا حتى تصميم البيت اه واخد نفس علامة البلاس لكن هو المفهوم الاعمق مش اه المزهر او مش الشكل مش الفورمال او مورفالوجي بتاعت البيت لكن هو المفهوم ان هو بلاس اف ريسورسز ان هو بيطلع لك ريسورسز في كل شيء. الكورتيارد الناس دي ممكن تقدر تجمع حواليا الحطب في الليلة بس اللي عايزين تدفوا عندهم جوان هم يجوا وعادوا معاهم لان البيت ده بيت صغير. هو يعطيه يصنع فلانه او مش بيت كبير. البيت بيقضي وزفته. لكن اي ممكن تعملها في الدنيا مش كلها شتا ما برضو في موسم الصيف في موسم رابعة موسم جميلة. ممكن الناس دي تقدر تستمتع بالطبيعة فالوقت اللي هم حيقضوه في البيت. لو طلع بره هو برضو جوه بيته. بس هو جوه جزء من بيته. ففي قدر من وبرايفسي. وفي نفس الوقت يا ده يعني اه يستدع ضيوفه. هو يستقبل ضيوفه. ويقدر معاه جزء من الوقت. نيجي للشتا. الجزء ده جامل بأحمد. بسبب ان هناك غابة ومن عاداته تقاليد اللي هناك. اللي هو الحطب او تجميع الحطب. فالطول ما اللي احنا ممكن نعمل التدفئة زي ما انتم الناس كانت نتعرضة ناخد الحطب ده. وفي جوه الرمضة اه اه فتحت كده جزء زي مدخنة ودفاية. وكانت الدفاية دي في النص. الدفاية اللي موجودة في النص اللي حضراتكم شايفينها دي. اللي هتبدأ تسخن الاربع حوائط وتبدأ تعمل اه او اشعاع للاربع فراغات. فكانت المدخنة او الدفاية في مكان بحيث انها لما بتبدأ تشتغل تقدر تعمل تدفئة للاربع فراغات لانها في مكان متوسط من البيت. ودي كانت فكرة طبعا بعد كده في دراسات لسه. يعني الحقيقة الحمد لله كانت كل تجارية معمارية زي دي بتتحرك بعد كده الى وتبدأ اعمل لها. المبدأ التالت في اللي انا ذكرته تسليم الاجيال المستقبلية اللي احنا بنعمل نعوده. ان ربنا وفق واتيسر وربنا البيت خير وبركة. لكن امن حصلت اي معايقات وبتحصل احيانا معايقات فعلا اقل حيلاق الورقة العلمية دي اللي ممكن حد تاني يجي يخبر منها ويكمل. نيجي بقى لايسياق المحلي بتاعنا بيت السحيمي. ويمكن الناس اللي كانت متابعة شوية بعد عمالي. آآ عندهم فكرة عن بيت السحيمي. وعزوروني لان في بعض السلايدز ما زال فيها بعض المزيكة. فانا لو فيه سلايدز فيها مزيكة حطر اوقف الصوت. عشان اقدر بس آآ ان انا يعني اكمل. آآ هحاول اختصر برضو آآ بيت السحيمي. حاول بس على النقاط الهمة من موضوع اللي تنسل محاضرات النهاردة. واللي حابب فيكم يعرف اكتر عن بيت السحيمي. آآ يتفضل يقدر يبعثلي في اي وقت على الايميل اقدر يربح له. او حتى اقدر يجعل المحاضرات بتاعتي على اي مكان تاني. وبرضو اهلا وسهلا ارحب بكم في كل وقت. بيت السحيمي الحمد لله ولله الفضل منه كان اول جايزة اخدها كان جايزة حسن فتح للعمارة في الفين وحداشر كانت سنة الساعة. بعد كده ربنا رفق واخد الجايزة الاولى لابداع العلمي في صالون البحر المتوسط كان في تونس في نفس السنة. بعد كده الحمد لله اتنشر على ارش ديلي. لقيت واحد بيتكلمني من الام اي تي. ام اي تي مستشوتس انستتوتف تكنولوجي قال لي والله انا بعمل عشان عايز انفز البيت ده. لقد من ظروف الصورة ده كان فعلا كلاينت حقيقي شركة اسمها الصورة الاسمها العقائي. لكن توقفت بسبب الصورة فتوقف المشروع تم تأجيله. فواجل قال لي انا عايز اصمم البيت ده. المشروع الاصلي كان اتنشر واحدة. فقلت له والله انا ما عنديش مانع يعني انا خدت الموضوع باستخفاه في الحقيقة قلت له اكي يعني اعمل اللي انت عايزه. لقيت الموضوع في الاخر وصل لارش ديلي. ولعما وصل لارش ديلي لقيت ان هو اخد الحمد لله عالي جدا. وبعد كده اترجم المشروع ده لخمس لغات مختلفة انجليزي والعربي واسباني. وايطالي اعتقد كمان. ولقيت ان الموضوع بدأ ياخد الحمد لله حيز من الاهتمام عالي. لحد ما في الاخر لقيت الهيئة المنظمة او مؤتمر مناخ العالمي اللي كانت عمل في باريس واحد وعشرين ده رقم واحد وعشرين. لقيتهم اتصلوا بيا قالولي احنا محتاجين نعود المشروع ده وبندوق ان انت تيجي تعمل عنه. كلام ده كان في الفين وخمستاشر. يعني هي الجايزة تقدمت فيها في الفين وحداشر. والمشروع اصلا كان في الفين وعشر. وبعد كده وصل في الفين وخمستاشر. وقالولي احنا محتاجينه. قلت له وخدوا كل المشروع ما عنديش مشكلة بس اتعزر سفري في هذا الوقت. جات الدورة لبعديها الماتكوب اتنين وعشرين كانت اعتقد في المغرب. وكلموني تاني فيه. قالولي برضو احنا ما عايزينه تاني. لحد ما لقيت كان احد الزمله زبيلة يعني عزيزة. كانت بتشتغل في مقامة الجائزة الارخان. لقيتها بتتصل بيا من باب السويد اعتقد. قالت لي المشروع تنفذ ولا لسه. تلها لحد دلوقتها لسه والله ما تنفذش. قالت لي عفلة وتنفذ. احنا كنا عايزين نرشحه لجائزة الارخان. فقلت له والله ان شاء الله ربنا سهل. فانا انا ما عرفش ايه اللي بيحصل لما هو حد بيعمل لي موت وان موت ولا ايه اللي بيحصل. طب حضراتكم سمعيني? ايه سمعين حضرتك. طيب عشان لقيت في رسالة ان موت جات في النصف ما بتش عارف. طب انت كنت سمعين لحد فين ولا? لا 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 كله سمعين. طيب. اه على خير. المهم هي اللي موجودة في هذا البيت. هو فكرة البيت ده ايه? فكرة البيت ده ببساطة انه هو سيناريو لو كان الشيخ السحيمي اللي هو كان شهبندر التجار او زي يعني وزير التجارة الحالي. ده كان موجود في القرن الخمستاشر لما اتذكر. فده عمل البيت فعلا اسمه بيتي السحيمي كان في القرنة موجود في الدرجة الاحمر وانده احضراتكم اكيد سمعين عنده. فانا قلت والله لو الشيخ السحيمي ده كان ما عايش وسطنا النهار ده وحب ان هو يعمل نفس البيت ده. في العصر الحالي اللي احنا فيه بتكنولوجيا اليوم. تكنولوجيا اليوم طبعا للاسر دي كان من عشرة سنين. عشان كده اسمه بيتي سحيمي 2011 من النهار ده 2022 حداشر سنة كمان. هيتم تصميم البيت ده المهار ده بالمفاهيم والاردولوجيات المهار ده بنعماري ازاي? ده كان التساؤل دي كان علامة الاستفام الاولى. طبعا ما كانش سهل ان انا اقنع المستثمر بهذا المبدأ. بس انا اقنعت المستثمر المستثمر اهم حاجة بنسباله او شركة الاستثمار العقاري حاجزة تكسب. وده حق طبعا ما عنداش حاجة. لكن انا كمعماري او كاستشاعي برضو هده في هو ايه? تقديم او تقديم دهازم تقدم للناس شيء خاصة ان انا شايف ان التاريخ هيحسبنا على كل حاجة. فكامل الكلام مع المستثمر قلتوله لا يا طب انا حصمم البيت مش هتحتاج فيه شبكة الكهربة ممكن يبدأ يشتغل وممكن الناس تبدأ تسكن فيه قبل ما توصل شبكة الكهربة. قال لي انا ممكن نقدم على الشبكة الكهربة حتيجي بعد سنين قلتوله مش مهم تيجي وقت ما تيجي. البيت حيتم عمله وحيتم عمله بكفاءة. جاءت شبكة الكهربة خاربه وكما جاتش البيت شغال. قال لي هتعملها ازاي دي? قلتوله انا عمل ومن هنا بدأ الكلام. قلتوله دي هتكلفك شوية. هنجيب السيستم. السيستم مكاول من تلات حاجات. عندنا فيه تسعة وتلاتين على حزبتنا وقتها من حداشرة سنة. النهار ده طبعا عدد اقال لان كافية السولار بانت زادت. وحنجيب البطاريات ودي اغلى حاجة ودي المشكلة باعدة. وهنجيب اي المحاول. فلو قدرنا ان احنا نجيب التلات حاجات دي نحطها. هنقدر نشغل ونقدر ترتيبها حضراتكم ما فيش اي مشكلة. قال لي بالنسبة لحمل التكييفات قلتوله نصممها على وحفرك حضراتكم التجربة ازاي? وهو بالنسبة للاسم الطريج التجاري ما كانش اسمه بيت السحيمة طبعا اسمه انا غيرت الاسم التجاري. شركة سموها مشروع طراسات درج العرب او الطراسز. عشان كان فيها بالكونات كتير. هو كان باعتقد ان يبا الكونات يعني. وده كان الاسم التسويقي التجاري. لما تقدمت المسابقة حسن فتحي انا الحقيقة كان حطيت الفكر الاساسي بتاعه. طيب. ايه اللي حصل فيه كان كتاب قيم جدا الحقيقة الكتاب ده انا بعتبره المرجع الاساسي اللي انا دامن بشتغل به كتاب بتاع دكتورك خالد عزب فقه العنوان. وبعد كده حبيت ان انا استفيد اكتر ففي مجموع من الابحاث والقراءات التانية غير كتاب فقه العنوان بس ده طبعا كان كتابه رئيسي توصلت الى 11 كان بيستخدمه اه بيعرف باسم فقه العنوان في هذا الوقت. فوقع مراحة سلامة الماء والهواء اللي احنا النهار ده كان معمارين بين قناة في نظريات العنوار الفنتيليشن والآه البيور آآ ووتر. رقم اتنين الجار اولى بالشفعة. دي كلها ما بدأ فقهية على فكرة دي المصطلحات الفقهية بتاعي تحت. يعني ايه الجار اولى بتشوفها. يعني انت حضرتك لو حبيت تبيع بيتك لازم الاول تبيع بيتك على جارك. قبل بالتمن اللي انت عايزه بتبيع هوله. ما قبلش او مش عايز يشتريه. فبتشوف شخص اه تحسبه على على خير وعلى خلق عشان ما تقزيش جارك فالشخص يكون سيء الخلق او عنده جريمة او لا سمح الله يعني شخص سيء. لكن البندر وقم اتنين الجار اولى بتشوفها دي. التاج مزيكا اركتاكتشرة نعمار. لما جيت ترجمته خطيت البلان المسقط القفق بتاع الفلتين اللي جانبه بعد وقلت لو الجار ده حب فيما الايام يشتري او يبيع لجارة لازم الجارة يكون عنده القدرة ان نفتح البيتين على بعد او الفلتين على بعد يعاملو كامام بلان واحد. مايبقاش شي عنده مشكلة. وده كان شيء برضو شركة الاستثمار حبيتها يقال لك انا ممكن اعمل دلوقتي من المزاجين اللي عايز يشتري فيلتين وبعند بلان كبير او بات كبير اه تلينمية متر يقدر. واللي عايز يشتري واحدة واحدة من المهم ويعمل برضو يقدر. رقم تلاتة وسع المسكن. طب دي هنعملها ازاي? ما انت عندك ارض محددة. هنشوف بعد شوية بعد دقايق هنشوفها ان شاء الله. فيه تركات كده او شوية يعني كده عملناها في البلان بحيس تدي لك الانطباع ان البيت واسع. ويعني هشروح بعد دقيقتين بالزبط. هفكركم بيها البنبة رقم تلاتة. رقم اربعة عمران الارض. واللي دي الترجمة في بالصيغة بتاعت النهاردة. يعني لازم العلاقات الوزفية تكون باقصة كفاءة. ودي تتعمل ازاي? ان حضرتك تقلل من الفراغات الغير مهمة اه زي مسلا من. انا عندنا دمنا في او تشريحي بلان معلش عفوا انينا باستخدم المصطلحات الطبية بس هو فعلا ده اللي انا بقول حتى مع التلامزة بتاعنا الطلبة بتاعنا. انت عندك اربع او اربع مستوىات من الفراغات. فراغات رئاسية. هللي بنسمي الفراغات المخدومة. وبعد كده الفراغات الثانية واللي ممكن بعد كده ينبثق منها الخدمات زي الحميمات مثلا. وبعد كده الفراغات الانتقلية. والفراغات الانتقلية ده التركيز على الفراغات المخدومة في المهات الصناعية يكون احسن. لو عددت العلاقة او قوية العلاقة بين الخدمات والفراغات الرئاسية بحيث تحصل على اعلى كفاية بانت كده في وجهة نزعي حققت عمران الارض. يجي بعد كده جلب المنفعة ودفع المفسدة. وده معناه ان لو عندك فيه اي اه خارج بطاق الارض بتاعتك في ريحة وحشة مسلا كان فيه جنب الارض بتاعتنا فعلا مصنع فريخ. ففي ريحة سيئة جدا وللأسف مصنع الفراغ كان في الجهة الشمالية. يعني ريحة الشمالية هتاخد ريحة بتاعت الفراغ دي. وتيجي تدخل عندنا فيها. وانا معتمد على ريحة بصورة اساسية في او في التبريد اللي هو السالبي او التبريد طبيعي. فتعريني ان احنا نحط مجموعة من الشجر عشان نعمل فلترة للهوى وريحة جزيحة دي ويدخلك على الاقل حتى بين غير اطربة. الناحية الجانبية كان فيه عندنا البحيرة. والبحيرة طبعا للأسف كان فيه كم من النموس كان برضو عالي جدا جدا. فالطريقة في الارضة ان احنا نعمل سياد من اشجار الميم التريدة للنموس. طبعا محاولة منا لاستخدام العناصر الطبيعية يعني لمحاربة البتاع ده. الحاجات. وعشان منطقة الصحرية فممكن يكون فيه بعد العقارب او التعابين الحقيقة فالطريقة نحط الشيح. يعني كان هنا الحقيقة. وصيامة جزء مهم جدا. وبعد كده رفعنا الفلات على ارتفاع متر ونص من من الارض عشان برضو لو فيه اي شتر قوي متر قوي او فيه اي حشارات او قوارض. فبنحاول ان احنا ندفع المفسادة قدر الامكان. سلطة الروحم دي كانت جزء مهم جدا. جزء مهم ده فين? ان البيت يتحمل وجود تلات اجيال مختلفة. فالبيت تم تصميمه انه ممكن الجد والاب ولو اولاد التلاتة يعيشوا مع بعض فيهم فيتحول الى مرار باسم البيت العيلة. مايبقاش مجرد اه ان الناس تزور بعض. لا ده الناس ممكن تعيش مع بعض من غير ما يتقفر بيت ولا تقلل كفاته. وده كان اهم شيء في تصميم البيت. وجزء كبير من هزيه طبعا انت بتبقى قعد ما بتصممش لوحدك انت بتبقى مصمم انت لكن اهم شخص الحقيقة تعلمت ان انا لازم اتكلم معاه هم الناس بتوع التسويق. هم في اي شركة استثمار العقاري. الناس اللي حد ديع. الرجل الواجل لساحب الشركة تعطي استثمار العقاري اللي هم في العول في العقاري هو مكسبه. وانت كمعماري اولواتك انك تقدم لازم تقدم شيء قيم. طب عشان تقدم شيء قيم. فلازم تقعد مع الناس بتقعد تسويق. تفاهمهم قيمك. وهما بودوا تسمع منهم. لانهم بودوا عندهم حاجات بيلك الناس بتحب ده ما بتحبش كزا. ده بيبيع ده ما بيبيعش. فانت تقدر بقت ده بقت ده التحدي. القصد في الحركة هل حتقلل المسارات الحركة عشان تؤدي بازرفة. تريح الناس يعني بدل ما يمشي نص البيت عشان يروح يدي حتى الزرارة ييجي. دي باعدو اللي احنا النهار ده بنتاجره في الاركيتكتشور السيركوليشن. سرعة الانسان معروفة. من واحد وتلاتة من عشرة الى واحد اربعة من اربعة يعني ماتر في الثانية. دي الحركة السرعة الطبيعية. بنحتاج ان احنا نقلل جدا مسارات الحركة في المستشفيات مثلا خاصة غرف العمنات ربنا عافينا بتاعتي الحياة بس. لازم الراجل يجي من الاسعاف المريض اللي هو عمل حدس لا سمح الله. يدخل عرفة العمنات في تلات دقايق. فمادأ القصد في الحركة ده موجود. البساطة والطلقائية. بعيدا بقى اللي احنا النهار ده ترجمتها باسم المنمالزم. ما تعدش تشغل الراجل بحاجات كتير ممكن تكلفه. وزخيف كتير لأ. ممكن المنمالزم ادي الجمال وقد يكون الجمال ده برضو في الشيء البسيط الجميل. طبعا لا در ولا درار مع التسير من الكشف اللي اتنين دول كده احنا نبنعهم مع بعض في اسم او الخصوصية. فما ينفعش لو انت طالع روف تكشف او تجرح خصوصية جارك. ولا جارك يكشف خصوصيتك لو فيها حنمام سباحة في النص ما ينفعش حد من موكو يكشف التاني. ودي كان استخدمت فيها كتير من العكسة بحيث اللي هي زي شيش شمسية يعني عشان برضو اه حفاظ على خصوصية بتاعة الجريان. واخر شيء طبعا هو حق الجوار حق الجوار يعني لو الراجل عايز يصف عربيته او وركم عربيته عايز يعني لعربيته ما ياخدش جزء من جاره في كل واحد عنده الخدمات الكاملة بتاعته. وفيه في النص كمان اللي هو الشرع الرئيسي اللي ماسك منهم اللي احنا سميناه ما سميناهش الشرع الرئيسي بالمناسبة سميناه الحرع. احنا رجعنا بالزمن كده بقلة الزمن ده خمسمائة سنة فاتت. اعذروني معلش بقى للسوت. ده كان بيت السحيمي وانا كده اتلخصت لحضراتكم تقيبا الكلام اللي مكتوب كله بالانجليزي او باللغة الانجليزية ده. فانا عشان اه توفير من الوقت هادخل على طول في المصورية. وحفكركم بس باللي احنا قلناه. عشان اقدران موضوع ده الحقيقة انا بنيت بيت السحيمي الاصلي اللي موجود في شرع الدرب الاحمر اعتقد او الدرب الاصفر مش فاكر بالزبط الحقيقة انا من اسكندرية. بس انا زرته كتير وكل سنة كنت بزره مع الشباب اللي بدأوا يسلوهم تاريخ العمارة الاسلامية. فحبيت جبت المساقط الافاقية كلها وبنيت كل دي وباستخدام دخلت وعشت فيه لمدة اسبوع تقريبا بتجرى الجوية فراغاته. واحد الزيارات استعنى بمرشد سياحي. قلت له عليا المرشد السياحي ممكن يكون عنده قدر من المعلومات. مش موجودة في الكتب. الناس مع منه. والمرشد السياحي بدأ يحكي لنا على احداث غريبة الشكل. معنوانا ما تخيلناها. لكنها مهمة جدا لفهم اه عقلية الناس اللي كتعايشة في الوقت ده. فالستة اللي كانت معنا ربنا يديها الصحة يا رب ويبارك لها. دخلتنا جوى اوضة. دخلنا اوضة جميلة واسعة. جوى الاوضة دي لقينا باب. دخلنا دخلنا جوى الباب. هي بتدون يعني. يبقى احنا دخلنا جوى اوضة الاول. الاوضة دي كانت اشبه ما يكون بصالون. بعدين اوضة تانية جواها. بعدين اوضة تالتة جواها. قالت لنا دي اوضة الولادة. يعني ايه يا ستي اوضة الولادة. يعني لما تيجي الستة تبقى حامل وحتولد لازم توعد جوه. وطلع تدخل جوى اوضة جوى اوضة جوى عشان تولد ليه? قالت لي عشان لما المولود يطلع صوته يطلع. الجرام ما يعرفوش فيتحسد. دي عقلية الناس في الوقت ده. ويفضلوا يلبيسو فستان لحد تمن سنين حتى لو ولد عشان ما تحسدش يعني مش هزين يدخل في تفاصيل اه خارج سياقنا لكن دي كانت عقلية الناس. لكن طب راحة المعارضة هل الناس بتفكر بنفس العقلية? فيما فيه شيء ثوابت اللي هي الحداشر. شيء ثوابت اللي احنا قول معلوم. وبالعكس فيه اشية تطورت. يعني المعارضة عندنا ازاز. ما كانش فيه ازاز زمان. النهاردة عندنا قهربة. النهاردة عندنا انترنت. عندنا حاجة كمان اسمها بالمناسبة. وعندنا انترنت وعندنا 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 دي كلها مفاهيم تكنولوجيا جديدة. لكن هل ممكن تخدم الناس زي ما البيت ده كان بيعمل بكفاءة? ده كان التساول الخاص ببيت السحيم. آآ تم تصميم البيت زي ما قلت لحضراتكم. تسعة وتلاتين سولر بانل. عشان يعمل اكتفاء ذاتي من الطاقة بالكامل. الحوائط كلها دابل ويل ودابل سيلنج. عشان تحجز الحرارة وتحجز الطاقة والاشعة الشمسي كله اللي حينزل حينزل على الحوائط الخارجية. لكن القوة كلها محفوظة. وبالتالي يقلل الاحتياج او الحمل الخاص بالتكلفات. هتلاحظوا حضراتكم ان فيه كتير او فيه كتير عشان تقلل بود والاشعة الشمسي لكن من جوه اللي وجد معرفة الزجاجية كلها هتقدر تستمتع بالفيو. البيت في اصله بتاع ربعمية متر. جوه ربعمية متر ديت هتلاحظوا برضو اننا ممكن في الشكل بتاع الماكاتي ده اللي هو على الارض لكن في الحقيقة هو كان في كان مرتفع متر ونص عن مستوى الارض. في مزرعة كان موجودة فوق في الطابق العلوي. اخر دور. الفراغات المفتوحة دي كلها حطينا بعد كده كمان حاجة اسمها تاين ما هو الاسقاط الزمن يقولطي له الله ان هذا ده اللي انت حتبيعه. لكن حنسلم للمالك او للاس اللي هتشتري خطة زمنية. يقولطي له الله لو حب ان هو مسلا يجاوز ولاده وعاده معاه في البيت ممكن نقفل للقودة دي هو القودة دي اللي فوق. فبقى هدى كده عنده قطين زيادة من غير ما يشوه الشكل البصري للبيت ولا يقلل من القيم اللي احنا حطناها له من التبريد والكلام ده والخصوصية وكل الكلام اللي احنا قلناه. الجزء بتاع الباركينج ده بدل ما ممكن فيهم الايام ممكن يغلقه ويقفله ويقدر انه يعمل قدام بيته. الجزء المتاح من قدام بيته. لان الحقيقة اللي احنا قلنا عليه برضو كان فيه جزء مخصص بس في الطبيعي ان الباركينج بيبقى جوية وممكن يعمل صغير معدن صغير حيث يحفظ عربيته يبقى متن من عربيته جوه. فحطينا يعني تصور النوم ممكن بعض القرى تتقفل فيزيد من الفياغات الداخلية للبيت وواجه التالي تقدر الناس تستمتع. قرى النوم كلها حضراتكم هتلاقيها موجودة غارة. مش باينة من الواجهة الاساسية. لكن قرى النوم كلها لو تفتحت تقدر تستمتع بفيو جميل. لكن اللي ماشي في الشارع كله صحيب العربية اللي على رجل ليه مش هيبه يكشف خصوصية قرى النوم اللي هي موجودة في الخلف. دي الواجهة الجنوبية فحضراتكم هتلاقي ان اغلبها فيد. انا محطتش فيها تقريبا في البرنامج المعمائي. غير فراغات بسيطة وعليها عواكس عشان تعكس الضوء للخارج. لكن كان فيها اشجار. ان دي اللي هتحتاج مننا الشمس اكتر. لكن في الواجهة الشمالية خليت التركيز اكتر لغرف النوم وخليت التركيز اكتر لفراغات المعيشية. ده الفراغ انا سميت اسماء الفراغات باسماءها القديمة السلام لك. الحرام لك مش عارفه السلام لك اللي هو كان الحرام لك كان السلام لك كان اللي هو الخارجية. وكان عندنا مجاز بعده اللي هو وكان عندنا كل حاجة تقيبا زي البيت بتاع السحيمي. ده يمكن بيبان كمان كان فيه كان فيه هنا مسطح مائي. وهنا الحقيقة عمق المسطح المائي ده كان فيه اختلاف. فيه ناس قالت لك لأ ما محتاجين نعمل ناستاني قالت لك لأ مجرد الماء يكفر. فيه ناس قالت لك لأ ما تعانيش ماء يخليها كده نحطها لنعمل فيها شبر. انا كنت مقتنعت جدا بفكرة سواء هتعملها بقى او هتخليها بس عشان الشمس طبعا الجزء ده كله يدى 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 لك بعد معدل بخار الماء. يبقى فيه حتى يعني شوار بخار الماء. نسبة روتوبة. روتوبة دي مع مع الهوة ورياح الشمالية. الاتنين دول حيدي لك اللي انا كنت بقى امل لنهو يتحقق. نيجي بعد كده للجزء التالت. حضراتكم هتلاقي بعده المنوعات اللي ماسك بينهم. التزاوج ما بين في المناخ المصري مش وحش حلو. لكن طبعا قراض النوم كلها بحماماتها كلها متصل. ما ينفعش تطلع من قدرت النوم عايز تطلع على تطلع في لكن ممكن الجيم اللي فوق لو انت حابب تطلع تقعد القودة اللي فوق بتاعت التأمل ده ممكن تبقى قودة جيم ممكن تبقى قودة مزيكة ممكن تبقى قودة قراءة وجزء منها في ممكن تطلع تيبقى فيه أنا بقودة الفراغ انا مؤمن تماما ان هو بيسجل زكريات البيت. الفراغ هو الكنتينر لزكريات البيت دايما كان عندي منخولة بحب قولها للطلب عندي في النظريات. طولهم حوائط المباني هي اللي شهدت الاحداث الرئاسية في العالم. معاهدات السلام. معاهدات الاستسلام. المعاهدات التجارية. تغيير مصائر الشعوب كل دي تمت جوا. بيوت جوا مباني. جوا. فأنا مقتنع تماما ان الفراغات دي هي الفراغات اللي هتحكي بعد كده. هقول لك انا اولاها قبلت والدتك فهنا كنا مش عارف عيد ميلادك الاولاني عملنا هنا. لما جات بعد كده اختك والدت كانت قاعدة في القودة دي. بزكريات يا جماعة. ده البوم زكريات كبير جدا. وعشان كده كان مفهوم بيت العيلة بالنسبة لي مهم. اللي انا قلت عليه او 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 كتير. مش عايز ان انا اطاول كتير في بيت السحيمة عشان نلحق ان احنا نخلص محاضرة الناردة. بعد ما عملنا كده اه توصيات الجماعة بتوع التسويق. قال لك والله دايما دايما الناس الكبار في السن بيحبوا عارضوا في الدور الارضي مش هزيني نتلعوا سلالة. ودايما دايما السن الصغير اللي بيعمل دوشة بيحب دايما نوعد فوقه. بيعمل دوشة ممكن نسمح الله كمان يروح يشرب سجارة فعايز يبقى بعيد عن الرقابة القسرية شوية طلب. طب خلينا نعمل حاجة زريفة. الناس اللي جي لما توصي تلقى عنده ولاد. وعايز ياخد باله من والد والدته. يعني عايز ياخد باله من ابو ام ولكن عنده ولاد. دول الناس اللي بيحبوا عادة في النص. طب احنا ممكن نخلي. يبقى في عدنا او جزء مع جزء مع جزء مع جزء مع جزء في حتى الناس يبقى فيه من بينهم. فلاقيت الحمد لله الفكرة دو لقيت استحسان كويس قوي من مش بس التسويق بتوع التسويق كانوا يعني محترمين وقالك احنا ممكن نسأل الناس ونشوف وجهة نظرهم وقدوني فعلا إلى حد ما كان زي ما قلت لحضراتكم كان فيه اجزاء كتيرة جدا ودي كانت معني محطوطة لسينايه ان ممكن مستقبلا تغلق في حقيقة ارض. اه انا بسميها الحقيقة مش مقدمش اقول على ده بالمفاهيم اللي احنا بنقشها. لكن اقدر اقول عليه ان هو مبنى اه يعني فيه وجهات داخلية وفيه وجهات خيجية. استخدام اللي هي بقى بديل المشروبية المشروبية العديمة اللي احنا تعلمناها. الحركة بتاعت الهوى وعياح هتلاقي الجزء يبقى لازم قدام الفويد. ده هنا يبقى لازم الناحية تانية سلط. وهكذا عشان حركة الرياح تبقى فيها مع حركة المياه او معدل بخر مياه. ازاي بقى عملت تاستينج للكلام ده? لازم هنا يدخل المبدأ التالي في المنافستو اللي احنا كنا ذكرناه. فحطيت المبنى فرم نزلت ده الملف اللي بيحويل ده الخاصة بمدينة اسكندرية. هي كانت المشروب ده في برج العرب قريب من اسكندرية. وبداية عمل دي حركة الرياح. حضراتكم حتلاقينا حركة الرياح القصوى اللي هي باللون الاصفر. اه تقيمة من حتة الكامنة تماما اللي هي باللون الازرع. فطبعه لو اللي هو جاي من الشمال. اللي هو حياتلى هنا في ممارة هرائي موجود. لكن الغريب في الامر اللي محتاج حضراتكم تلاحظوه او تاخدوا بالكم منه ان هنا في ممارة هرائي قوي. طب الممارة هرائي القوي ده جاي ازاي? وكل جزء ده سلد. لو شايفين كل ده جزء ده فراغات. بس هنا في ممارة هرائي قوي. هو التفسير ان الممارة هرائي ده بيجي وبعدين يطلع لفوق. مش بيخبط في الحيطة دي ويتد تاني. لا بيطلع لفوق. بيطلع لفوق فين? في الدور اللي بعده. اول ما يطلع لفوق حيلاقي انه عنده مسار طالع لبرة. فكانت الفكرة ان انت تحط حاجة سلد قدامها فيد وفيد قدامه سلد عشان تبرد الحرائط الداخلية كلها وبالتالت قلل حملة تكييف الكهراء. طبعا اخر ده اللي هو كان مخصص يكون مزرعه. برضو حطيت له تلات اماكن بس قللت شوية من الموضوع ده حطينا في لاتر اكتر عشان محتاجين الشجر ده كان محتاج شمسة اكتر ما محتاج هوا. لكن ممكن الهوا ده يعني نطلع منه شوية الضباب او النادى بتاع الصبح حتى نبقى جايد. برضو عملت تاني رقصي عشان اتأكدوا حضراتكم حتلاحظوا ان فيها هوا قوي جدا بيتلع من قلب المبنى. دي ال اي بي دابليو فايل. طبعا الاتجاه الراحة السعيدة كان شمال غربي احيانا بيكون شمالي بسواء اغلب الشمال غربي. فهتلاحظوا ان الهوا فيه هوا قوي جدا بيتلع من قلب المبنى. وده اللي كان يهمني. يبقى عشان نحقق التبريد اللي انا كنت عايزه فعلا زي ما كنت اه وضعه اللي. طيب مستوى الاضاءة الداخلية على مدارس ساعات المهار. الى حد ما هتكون جايد. انا مش محتاج اضاءة مباشرة. لكن محتاج انعكاس للاضاءة غير مباشرة بحيس نفوق التنور. طبعا في الصباح الباكر. وفي المساء ما بعد المغرب او قرب المغرب. وبعد الفجر. بيكون نسبة الاضاءة قليلة شوية. لكن اغلب ساعات النهار كانت الحمد لله الى حد كبير الاضاءة. يعني تعتبر جيد. دي الحسابات اللي احنا عمل معها. اه كان معايا كمان اه يعني استعانت بحد اه بيعرف شوية في الموضوع بتاع القهربة ده. وكان رقتها ما كانتش خبرية كبيرة بعد كده الحمد لله قدمت بارقة بحصية في هذا الموضوع والحمد لله اتمام شهر في هونج كونج في مؤتمر فدي كانت الكالكوليشن. دي حضراتكم هتلاحزوا ده شرط المبدئي لكمية تع المبنى. بعد ما خطينا موضوع الابليكيشن بتاع هتلاقي شرط الجميلة قوي اللي حصل. اولى حضراتكم تاني ده كان قبل ما استخدمنا بعد كده الحمد لله دي كانت اللي فات دي كانت آآ ده كانت المعدل القديم ده المعدل الجديد البسمة الكربونية اللي هي باللون البنفسجي مزلت للون الحمر فهتلاحزوا حتى الحسابات كلها على مدار شهور السنة ده المنتج اللي انا واعتقد المفروض بتاعة القرن اللي احنا فيه او الزمن اللي احنا فيه تكون بالشكل ده. ده مشروع الحرق وده الكامل طبعا انا في جائزة حسن فتح للمرة انا تقدمته بوحدة واحدة فقط اللي هو البيت العليمين ده لكن زي ما قلت لحضراتكم انه ممكن البيوت دي تتفتح على بعضها آآ بحيس انها كلها تعمل ككيان واحد لو حد حد يشتري مسلا واحدتين يقدر لو حبيت تشتري لوحدتين دول كمان وتفتحهم على كورت يارد واحد هيبقى عندك مبنى حرف يو جميل وفيه بتاعك الكورت يارد الرئيسي انت ما متفضلش الموضوع ده عايز تشتري لوحدتين دول بتاعي حسن بقى الكتلة البنائية كبيرة وعندك اتنين كورت يارد صغيرين كمان ممكن دي كمان كانت واحدة تانية وممكن تشتري وحدتين مع بعض يعني كان فيه هنا تعدد في السيناريات وده كان اكتر جزء الحقيقة جماعة بتاع الماركتينج بتاع الشركة الناس اسمارة قوي حبوة احنا بنعمل مبنى عشان الناس ما تعتقدش ان احنا بنعمل مبنى قديم لا احنا بنعمل مبنى يلبي طلبات الناس النهاردة يحقق طموحاتهم وده كان يهبنا جدا كمان كنت قلت لحضراتكم على موضوع وسع المسكن اللي هون مبدأ عقم تلاتة وقلت لكم انا هقوشير اليهم بعد شوية الموضوع ببساطة ان احنا خلينا الوجهات الداخلية كلها زوجاجية خاصة في الفراغات العامة عندك عندك حتى لو عندك من الطبيعي ان اجتامل الفراغات الداخلية ازاز مش هتجرح خصوصية المنزل من الداخل ابدا لكن هتدي احساس التسعى بالرؤية اللي او طال لحضراتكم شايفانها دي المفروض من اللي احنا نسميه السلام لك قدام واجهة زوجاجية وبعدين الووتر بول او الووتر بعدين الدايمينج وراء اخر شيء الاتساع البصر الكيمية دايت كانت احد التركات اللي احنا حاولنا نعملها عشان نديله الايحاق بوسع المسكن التجربة الفراغية المتغيرة اللي كل شوية بتتغير كل ما ياخده كمان كان احد التركات التانية ليه عشان نزود المنزل بتاعت الناس زكريات الناس والمخزون الزاكرة بتاعتهم كل ما حيزيد بزكريات بصورة بصورة مختلفة كتيرة دا حيديله احساس انه في مكان متغير تجربة فراغية متغيرة وبالتالي ما يدوش احساس الملل احنا بنحاول ان احنا كل مرة نديله فيه مختلف بتتغير عنده اكتب من جوا البيت فبالتالي المخزون الزاكرة عنده يزيد فبالتالي يبقى عنده تجربة كل يوم جديدة فيبدأ اقل بالملل ويبدأ يدي له مخزون بصري كبير دي الماحية التانية انا هنا واقف في الكتشن شايف الدايننج بعد الدايننج عندي الووتر بوند بعد الووتر بوند او المسطح المائي عندي فباعده الاحساس البصري كبير الممويل الرابط بين الاتنين موجود في كل اه في كل مكان او كل كورنا لو لقطة او لو مختلف انت هنا وانا اسف على الاطالة على مشروع بيتي السحيمي نفس التجربة دي الحمد لله حاولت انهما اقرار خارج نطاق الميدل است بنفس المبادئ التصميمية اللي ذكرتها لحضراتكم عملت بيت اريزونا والحمد لله ده ده كان اخد يعني اه اوورد اه كويسة ونفس المبادئ هي نفسها لكن هنا في اريزونا لما جيت اخطي للناس وطلعوا اريزونا ده ما كانت صحراري مشابه جدا للميدل ايست فاحنا ممكن نعمل الدابل فسادس وجيت رسمت لهم مربع على الطبيعة طولهم والله هنا في قناة المايا رسمت لهم مربع طولهم احنا هنحط اطار على الطبيعة هنعمل لجزء من وحيبقى كما هو وخلينا نحط الفراغات البيت كل نرفعها فوق وخلي الفراغات اللي تحت كلها عايزك تستمتع بالجزء للطبق الارضي مش عايز ابني عليه خلي بناءنا كله في الطبق اللي فوق الناس كان لهم طلب قال لك والله انا محب لما ادخل من البيت يبقى بتاعت الجبل العليمين والجبل اللي قدام موجودين طول ما فيش اي مشكلة وفتحت لهم فعلا في الطبق الارضي اماكن هتشوفها حضراتكم من اللقطة اللي من جوة المدخل دلوقتي فبحيس ما هو وقف هنا اول ما ييجي يقف قدام المدخل يبقى بتاع الجبل العليمين والجبل الامامي موجودين وفي نفس الوقت بتقولهم هنعملوكم كمان الدبل فسادس حيبع عندك واجهات داخلية ده كده الوعاء الاجتماعي واللي ممكن تعمل فيه حفلاتكم ممكن تعمل به اعياد ميلاد ممكن تستمتع حتى به تاخدوا بيك في بتاعك الصبح جوة لكن في نفس الوقت وانت قاعد في كل قوضة من القوضة دي انت بتشوف مختلف من من الطبيعة اللي حواليك بقية القوض ما بتشوفوش فالميميتمس او الحاجة اللي ميازة لكل قوضة بقت موجودة كمان اه ده انا ذكرتا هذا الموضوع كمان حتة حتلاقي حضراتكم فيه حاجة زي ابراج كده انا مسميها الحقيقة ملاقة في الهوى طبعا هم مكانوش مختنعين او بفكرة ملقة في الهوى ده بس بعد كده لما اقنعناهم انه ممكن يشتغل كملقة في هوا او ممكن تستخدمه كمخزن بدأت الناس توافق شوية. فكرة ملقة في الهوى هو عبارة عن طاور بيجمع الهوى تحت الدابل سيلينج ده هتحطى هدرك هتلاحزوا من السقف دابل لكن هنا فيه رقصية محمية من الشطر من المطر لكن في نفس الوقت هتاخد الهوى ده وعندنا واحد اتنين تلاتة اربع 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 آآ ملائف هوا عشان تقدر تدخل الهوى لداخل البيت الوجهات الشمالية آآ خليتها ازاز ما كانش عندي مشكلة فيها الوجهات الجانوبية رحلتها الجوة شوية عشان اهرب من الشمس اللي ممكن آآ تأثر فيه دي اللي قطعت من المدخل اللي مبينها اللي موجود ناحية اليمين ناحية الشمال وفي الجزء اللي فوق حتى فيه اوت دور جاكوزي هتدخلهم هنا الناس كانت تعايزين اوي موضوع الجاكوزي ده فخلناها برضو في طول الفترة الصيف يعني تقدروا حضراتكو آآ تستخدمه آآ برضو كان فيه جزء كبير من التراسات بس التراسات الموادي مش عشان تتبني قطلب لا قديم مستقبلا محتاجين نعملها بعيد عن الحياة البروية اللي تحت اي قوارد او اي حيانات ممكن تترى يعني آآ تبارز خلي بتاعنا كله معلق فوق مكان سحراري استخدم تحت النباتات سحرارية اي زي ما انت عايز لكن اعمل بتاعتك فوق عشان تقدر يعني تستمتع بيه دي كانت الفكرة بتاعت بعيد السولار بانيلز عشان نصل الى آآ معادلة صفية الطاقة بعيد التاستينج محتاج ان انا كنت عامل التاستينج باستخدام السي اف دي وهنا الحقيقة عملت بالكامل السواء الغطاء او الانترينج آآ آآ يعني في تجاوب طبعا كتير انا مش عايز قطيل على حضراتكو فاحنا كده باش مهند الصمع عندنا الساعة والقدية تعيبا للوقت حضراتك معي ايو دكتور انا مع حضراتك احنا مستمتعين ولاو انت حضراتك مستمتع بس انا انا خايف بس ان انا قطيل عن الناس فانا هحاول ان انا طيب اه الاخص شوية عشان باعد انا عارف يعني بعد الساعة الناس بتبدأ تتعب آآ يعني حنقف عند البيوت وتعالوا ناخده مبنى عام المسجد كلماته الله او ده كان آآ المسابعة المعروفة امكان ناس كتير او في المجتمع المعمري كانوا مشاركين فيها في دبي في كريد آآ دبي المسجد ده آآ برضو نفس المبادئ التلاتة اللي انا قلت عليها بتاعت البوست سكارسيتي البوست كاربون البوست سنجولايتي شوية من الماضي وهنا يمكن دايما انا عارف المباني الدينية بتحصل على دبيت او بيكون فيها دايما جدال فالحقيقة الجدال ده في انا دايما وجهت هذا الجدال وبحب اسمع للناس كلها ما عنديش اي مشكلة بس انا لوجهت نظر زيما كل الناس لاجه ووجهت نظر في هذا الموضوع فعشان اقدر ان انا ادرس الموضوع المساجد ده تحديد من خاصة انها مباني الدينية فحبيت اعجب على برضو الفقه اللي اعماره في هذا الموضوع ثم بعد القراءات الخاصة بتاريخ تطور المساجد عشان عارف الناس دي كان بتعمل ايه? وطبعا انا فجأت ان المساجد اللي كانت موجودة فيه فترة اللي بتعرض باسمه صدر الاسلام ما كانتش بنفس الشكل المساجد اللي احنا عارفينه ابدا اللي كان فيها اه كورتيارد ولا ايوانات ولا اي حاجة من حاجة دي كانت اوضة للعبادة وساربا فيها بعد جديد النهل كان رسول صلى الله عليه وسلم بيقف على منبر كان جزء شجرة وجزء من شجرة كانت العملية يعني مبسطة جدا فيه حتى موضل اه شفته لمسجد رسول صلى الله عليه وسلم في اه بدايات بعد كده جاءت تطور الطريق الطبيعي وبدأت تظهر بعد المفاهيم المزاهب الاربعة وبالتالي ظهرت الاربع ايوانات وبعد كده ظهرت العمارة الكورتياردز او معارف اسم الافنية وكان فيها الميدة في النص وبعد كده طبعا تطورت للعمارة التركية والتطور المقازم ودخلنا في الموضوع ده فالحقيقة لقيت حاجة غايبة الممبر والقبة اكتر حاجتين يمكن الناس دايما عليهم فيهم جدال حتى دي دايما حتى شائكة قوي قوي ماس بتكلم فيها الممبر مش الممبر عفوا المئزنة المئزنة كان هدفها التبليغ وتقول للناس ان هنا فيه مسجد يعني كان لاند مارك يعتبر القبة في بداياتها كانت احد الحلول الجيدة عشان تقدر تعمل اسبان واسع او فراغ واحد كبير بدون وجود اعمدة عشان انتظام صفوف المصليون واتصال صفوف المصليون بين غير ما يقطاعها عمود وده كان شيء مهم في الصلاة الحاجتين اللي دايما من المهمين في المسجد كمان اه اتجاه القبلة اللي لازم يكون معروف عشان الناس تعرف القبلة فين تعظيم الصف الاول لان في حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرا فقرية المهم اجر الصف الاول مهم الممبر عشان الناس الخطيب يقدر يوم الجمعة يخطب في الفصالات الجمعة فدي كانت الاحتياجات بتاعتنا فبدوية تأجب طب احنا دلوقتي لو النهاردة هل ممكن نعمل نحط قراءة جديدة زي ما الاجياء اللي كانت موجودة في القرونة الوسطى عملت لنا المسجد ذات الايوانات والمسجد ذات البتاع طب احنا النهاردة عندنا هل ممكن استخدم دي وقت الازام الصلاة دي تطلع من المسجد تنتشر في المحيط تبلغ الازام وبعدين ترجع تاني الممكن ده ده ممكن نعمل كمان حاجة اسمها او المسجد الاختر المسجد الاختر مش هبقى مجرد اه بتجمع طاقة عشان تاخد المبنى لا ده الموضوع ممكن يكون ما يتبط بالعقيدة بالفقه ازاي? لقيت فيه شركات هولندية فيه كزا شركة الحقيقة كان بتعمل الارضيات بيطلق عليه اسم اللي هي الارضيات بجمع ما بيدوس على الارض ده انت بتولد طاقة بتكنولوجيا معروفة جدا اسمها هدعاتكم تقدروا تتشوفوها وتدعسوها وتشوفوا حتى الارضيات اللي موجودة فانا حبيت اول فكرة بتاعت قلت ده معناه ان كل ما حيبقى فيه مصليين اكتر جوه المسجد كل ما كمية الطاقة اللي هتولد هتبقى ازيد فبالتالي هيبقى فيه طاقة نظيفة لكن المولد عن طريق فلاقيت ان ده ممكن يكون يشجع الناس يقول له الله يا جماعة انتم كل ما المسجد ده هيبقى فيه ارتياد اكتر في صلاة الجمعة هتلاقي ان فيه كحور اكتر ده ممكن يشجع الناس الدين هتنور اكتر كمية اللمبات تزيب فده ممكن يبقى مؤشر لماس يقول له المسجد ده لو مسجد لا سمح الله يعني مهجوع ما فيش حد بيصلي فيه هتلاقيها معتم مدلم فتبدأ الناس يشجع بعض بكل ما هنبدأ ندخل المسجد هندوس على الارض اكتر هتولد طاقة اكتر وبعد كده هتطلقهم بقى الاية دي اللي هي عوز بلهم الشيطان الرجيم انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة يعني انت كل ما هتدخل اكتر تصلي هتحافظ على الصلاة الخمسة هتلاقي الطاقة اكتر هتلاقي ديني نواوت اكتر فليها مدلول روحاني فاستخدام التكنولوجيا هنا كان بالنسبة لي مهم في في المسجد طبعا المساج المسجد لازم يبقى فيه لإحاءات بدل اه المأزانة كانت كلمة الله اللي هي الكلمة اللي ممكن تتشاف من اكتر من فيه المسجد كان ليه واجهين واجه اه كنفكس عشان يعكس اه الواجهة بتاعة دبي كلها من بره والجزء التاني المقاعر اللي كان بيراجه الطاور الكبير بتاع المارينة فبالتالي الناس هتشوف برضو انعكاس الطاور ده والطاور الكبير ده اللي هو سنتاجر كالاترافة كان عامله الحقيقة حبيت ان انا استغله برضو جمع جدا على نفس الاكسس بتاعنا بتاع الارضة المخصصة لبناء المسجد فحبيت ان انا استخدمه كجزء من التكوين البصري للمسجد يعني حتى الناس ويقف في المسجد اللاند مارك الطاور اللي هو الطاور الضخنة ده حيبقى جزء من التكوين البصري لا يشوره مكان المسجد ولا المسجد حيتقفر ديه بالعكس يتكاملوا مع بعضهم ولا يتعارضوا مع بعضهم طبعا هي برضو المسجد اللي تم آآ تسميته بكلام الله كان فيه برضو جزء اخر فقهي آآ اللي هي الاسوار الاسوار اللي حضراتكم شايفانها ديت كانت كلها ايات من القرآن وده كان جزء برضو تاني فقهي مهم جدا في المسجد ليه? مش هقول عشان استخدام الزخار في الخطية زي ما اجدادنا كانوا بعملوها لا انا الحمد لله عدت هذه المرحلة بفكرة تاني قلت مش ممكن الناس اللي صممت المسجد ده تاخد ثواب حتى بعد ما تموت آآ ماءات السنين على حسب بقى ما ربنا حيمد في المسجد ده ويفضل موجود كل ما بتكتب آية قرآنية باية والناس هتعدي حتى لو مش هتدخل المسجد بس هيقرب من الآية القرآنية دي انت اللي خطيتها فانت هتاخد ثوابها والرجل ده هياخد ثوابها فكأنها صدقة جاية بشيء جميل مش انت بس المصمم اللي هياخد ثوابها ده انت المصمم والمقاول والفنان اللي هاملها وشركة الحديد اللي هتعملها وكل الناس اللي عملت في هذا العمل هياخده ثوابها فكأنك بتضاعف الصدقة الجاية لها المسجد مش مجرد بماعة اربع حوقت ندخل تصلي فيه وتتركه لا لازم يكون تأثيره منعكس على المجتمع على السوسايت الموجود ده وكل مرة الناس اللي هنا هتطلع البلكونة حيارى حتى اي واحدة انت بتاخد ثوابه برضو المسجد ده كان يهمني جدا ان بقى الصورة بصرية متغيرة فعملت الحقيقة اللي هي بحيث ان الصورة هي متغيرة فلا تشعر بالملل ده انت بتكتشف مع كل خطوة تجربة وده كان مراحل الايمان لما جيت قريد كده ليدفق الايمان فيه مراتب الايمان بتتغير وبتتبدل من اليقين مش عارف للايمان طبعا يعني بتاخدني الزكارة احيانا في المصطلحات فحبيت ان انا عبر بانك برضو انت كل ما هتقطع حوالين المسجد ده انت هتشوف صورة متجددة فبالتالي تدي لك صورة بصرية متغيرة بتزود المخزون البصري في الزكارة عندك وبالتالي بتحب انك تكتشف اكتر وتدي لك تجربة ام تعياني والله كنت اتمنى برضو اننا يعني اتكلم اكتر لان كان فيه كتير المشروع ده اشتغلت عليه ده يمكن ثلاث شهور كاملة بس الحقيقة بعضو عشان الوقت هنحاول ان احنا بس بنعم على المفاهيم اللي انا قطعهم في اول المحاضرة اه نتجنن بقى شوية نطق شوية ونتطلع بقى في الغير المعتاد ونتكلم عن لو حضراتكم سمعين عن حاجة اسمها الاي او تي او الانترنت هو التحكم في الحاجات اللي حواليك عن طريق الانترنت فممكن تشغل العربية باستخدام زي العربات التسلا جديدة وممكن تقدر تتحكم حتى بجول البيت عندك في النظام الكهرباء في النظام الاضاءة في توفير مية باستخدام الموبايل لكن السؤال بالنسبة لي الاهم لما رقعت اي دي على ورقة بحسية جميلة جدا اسمها الاي او بي وده كان مفهوم بالنسبة ليه لأ فعلا يعني ايه الاي او بي اللي هي الانترنت اف بلدنجز يعني انت ممكن تنشئ فراغات جديدة او تعمل فراغات جديدة باستخدام تليفون موبايل على الليلة ولقيت تكنولوجيا تم تطويرها في الامو اي تي ميديا لاب كانت برضو جميلة جدا جدا هزي التكنولوجيا لقيتها مشابه جدا من نفس المنظر اللي حضراتكم شايفينه كانت والفوكسلز بالمناسبة عشان الناس اللي ما تعرفوش هو البيكسل بتاعت الصورة هي صورة مسطحة ثنائية الابعاد لكن هو ثري دي فممكن لو انت حضراتك مش في البيت تقفل البيت كله بالكامل لكن لو جيت وعايز تدخل البيت تفتح التليفون تنزل السلالم عشان تقدر تطلع فيها ومجرد ما تطلع لجوة البيت عندك تقدر ترفع الفوكسلز دي تاني فيتم اغلاق البيت دي بيت من غير مدخل لو انت جوة او انت مش سامح ان يكون في مدخل لكن حبيته من مدخل يكون من مكان تاني ممكن عايز تنزل من مكان تاني تعمل سلم زي ده من مكان تاني تحكم كامل في الفوكسلز اللي انا بقوله ده مش كامل علمي ده حيكون موجود في فتحة قريبة جدا 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 بناء على شوية الابحاث اللي انا بقعها والتجارب اللي انا اه حضرتها يعني ممكن تنور بعض طبعا هنا عندك قطع غيار لو واحدة منهم بازت تقدر تشيلها تغييرها قطع غيار لانها تقدر تعمل تقدر تفتح فراغات جديدة تقدر تقفل فراغات جديدة بناء على احتياجاتك تقدر تغيير مكان القوضة اللي انت عايزها فاصبح العملية هنا طبعا وده بايدو نازل في عملية التطوير بتاعه ممكن تعمل او حمام سباحة مسبح صغير ممكن تستخدم بعد الوحدات تتخصصها ايه المانا ممكن تعمل واحدة بناء كشجرة بالمناسبة هو الجزء الاساز الموجود يارا ده اللي هو تعييبا نصه مدفون تحت او تلات تربعة مدفون تحت لكن الموضاء كله بيضاءة النهار ودي كانت احد التجاوب اللي بتستخدم التكنولوجيا اللي موجودة واللي حتكون موجودة في الفترة القريبة بعد الفايف جي ولما الناس تبدأ تستخدم الفايف جي وتفهم ابعاد الفايف جي ده حيكون ده توقع ده هيكون موجود ده كان ما شواه في المانيا وباوض الجماعة الالمانية الحقيقة يعني بيشجعوا الواحد ان يعمل اه حاجات كتير عندهم كامل من وعندهم استعداد ان يتقبلوا اي شيء تكنولوجي بس هم مش بيحبوا الزخير وبتاعهم ما ما زالوا الفكر باوهوس يمكن كان مسائطر اكتر البلاي هاوس ده جاء في الفترة بتاعت البنديميك او بتاعت الوباء الفكر المفهومي الجديد حتى لو قطيل على حضراتكم هو عبارة مبنى مش زجاجي بالمناسبة ده حاجة اسمها الالم اللي حضراتكم شايفين الحرائط والسقف ده مش ازاز ده الالمينيوم شفاف هل الكلام ده خيال العلمي لا الحقيقة هو لحسن الحظ المنتج ده بيباع لحضراتكم شايفينه كل ده اللي هو الالومينيوم الشفاف الالمينيوم يعني يعني قوة تحمله ضخمة جدا جدا ده احسن من الازاز اللي هو الوصاص ده افضل منه لانه اتفاعته اعلى مشكلته الوحيدة حاليا ايه انه تانيه غالي المتر الواحد بينك بيتكلف عشرين الف دولار طيب التكلفة دي هتفضل كده عالية لا متوقع نحن مخفض جدا 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 يمكن تصبح مخفض مسلا عشرين اه واحدة العشرين من تمامها الحالي فبالتاني انت ممكن تستخدمها وممكن مش بس هتستخدمها هتعمل بها حوائط الالمينيوم با انت هتعمل كمان يعني اتنين شيء ثم بينهم عايز الحياي وبعد كده يقعت اداية على عواقة تانية بحسية تجربة جميلة عملتها بايده عملوا آآ ودي كان بالنسبة لي الحقيقة شيء جميل جدا يعني الحوائط دي مش ممكن بس تبقى مجرد المينيوم معايا دي لا ده انت ممكن تتغطيها كمان فيعمل كل كيان البيت سقف وحوائط كمولد للطاقة حضراتكم هتلاقي برا في عندنا عشر اشراع العشر اشراع دي بيطلق خلاص من وحتلاقي ان البيت جمع المايا في الاخر وبتفلطارها لو تعد كده المايا دي تستخدم في اللي موجودة يعني البيت مكتفي ذاتيا من الطاقة من المياه من الغزاء وده كان مهم جدا عشان الناس دي ما تقدرش يعني فترة الفكرة طبعا اللي جالنا بتاع البنديميك ده او البوست بنديميك ان خليني عادين في البيت وفترة اللي احنا كلنا موينة بيها بتاعة فكانت نفسين قلت اليوم الواحد ما يسممش بيت لكن في نفس الوقت تلمه هو بيت آآ يستمتع بكل لحظة في الطبيعة ويشوف تغير ضوء النهار ولو حاول بناخد قادر من بتاعة صندوق متحرك على آآ آآ عجل لكن يبقى يحركوا لكان السقف كان السقف كلهم بيحس برضو بإضاءة النهار الحمام او كان كل الكريم الكوري ده عشان سهل بعد كده تنضيفه في المياه كلها تتجمع في النقطة اللي تحت لان فلسفة الهندسة الكوريوية دي كلها ما فيش اي ميكروب ممكن يقف على اي آآ يعني ما فيش اي اتريبة او سيخ ممكن تقف على سطح افقي والدير او الكرة من جوه ما فياش اي اسطح افقية ولا حتى رقصية فبقى من السهل جدا تنضيفها وكل شيء بيتجمع تحت فيقدر يتصرف بسهولة المكان العمل هو كان المكان الازرع فالناس تقدر تعد ويدرز تمتع بالطبيعة لا الموضوع احلى من كده وكده انه ممكن تقدر تتحرك الاولى دي وتحصل على الفيو الجديد اللي انت حابب انك تحصل عليه نفس الموضوع بالنسبة للغاية ممكن تغير اوضة نومك وتحطف مكان جديد الجزء اللي بالاحمر طبعا اللي هو جزء اه هاو اللي انت مهم ده اللي هو او جزء اللي هو بتاع التعقيم والتطهير مجال ما تدخل جوية فيه مرشات تعقم ولو طالع بقى برضو تبقى انت عارف اللي جزء الاحمر ده هو ايه الالارم بتاعنا ده الفيوز المختلفة كان فيه اه مزارعتين مزارعة خارجية مزارعة داخلية وفيه طبعا كل الارضيات اللي حضراتكم شايفانها دي كلها ربعا ارضيات اه تحضية يعني البلطات بتترفع تحت هي اماكن تخزين نفسا ما ده فيه بضيان بايدة وفي موجود هنا عشان تده تخزن فيه كل اهتياجات المعلبات مثلا اي حاجة محتاج تخزينها ففيه جزء يعمل تخزين سيف اه فولت تحت اه في البيزمنت اه يعني انا مش عايز بايدة قطول كتير لو في فرصة تانية ان شاء الله ممكن ان احنا نبقى نداردش على البيت ده الواحد وكده وما روحة للتطوير بتاعت الفكرة بتاعته وليه اخدنا الكالر كود ده بايدة كان فيه اسباب علمية اللون الاخضر في اوض النوم اللون لازر اللي بادعم النفسية اكتر في العمل اللون الاصفر وقت الغزاء اللون الاحمر لو انت خارج او لو انت داخل وجزء السفلي اللي تحت اللي كان فيه الجراكم بتاعت او المطهرات والمعاقمات الحمامي ازاي نظام التعقيم بتاعه وكان الجزء اللي يهمني كمان بجانب الاهداف التصميمية النهارية دي الجزء بتاع بالليلة اللي لازم يبقى فيه بايده او علم وفاد من تنسيق للادارة وهنا قلت مش مجرد ادارة عادية لان انت ممكن الادارة دي كمان تبقى جزء منها اه ممكن مش باين هنا في العطاق بس هتلاقي مسلا اللي هي اكس زيرو اللي هي بشرية ممكن تبقى الحوارات نفسها تتحول الى اه في يوم الايام ولكن محتاج حاجة فيه كم مطار بعد ملحق بالبيت ده فيه تقدر تجيب لك الطلبات الخفيفة من صيدالي قريبة من ممكن تقدر تعمل في الدنيا النهاردة فيه شتا فيه مطر تجيب لك كامل وجزء او جزء اللي فيه ان البيت ده بيعمل سواء فيه او ما فوش يعني بيمتج الغذاء بتاعه بيمتج الماء بيجمع الماء وبيفلطارها طول ما فيه عنده كتفاء ذاتي وبيدي لك الاوكيو بيبعط لك الايميل كل ده مش كوالهم ده تكنولوجيات كلها موجودة شركات بتصمعها شركة سامسونج على فكرة بتصمعها بالقاتي جزء بيمنها اه مشروع البنتا كيوب بنتا معناها خمسة خباسي مكعبات ده مشروع بالكامل بيعمل على مبادئ التصميم الموديولي لو حضراتكم عندكم وقت في اي وقت من الوقات اكتب على لوكيبيديا او حتى يعني ابحث في لوكيبيديا على حاجة اسمها مبادئ التصميم الموديولي مبادئ التصميم الموديولي موجودة في العمارة في الفنون موجودة في بالمناسبة علم الحاسب الآلي موجودة في كل حاجة تصميم تقريبا فيها عندنا فكر الموديولي. فكرة ده كان ما شاه في سينة وكان بيعتمل على استخدام الحجارة اكتر. طبعا انا حبيته انه يكون بالكامل لكن يكون امتداد للارض. امتداد للمكان. حتى الوانه هي الوان الطربة. الوان الارض. فهمتحسش ان فيه شيء آآ غريب. برضو انا مزلت كميدل ايسترن انا من الشرق الاوسط فبرضو فكرة موجودة. لكن هنا هتبحثوا حضراتكم هو على قاسي جدا. والجريدة الارض كتير جدا منها. طبعا هيكون لحوات حلة. بس الاورة كلها من السهل جدا انك تقدر تدم اوضة من الكورتيارد بحيس لو حبيت في يوم الايام ان البيت ده تزاود ويقع او بتاعه ببقى فيه امكانيل كده. آآ انا مقتنع يمكن هناك برضو اصطدمت بكمتين شهياتين جدا. الجماعة بتوع كان يقول لك البيت هو ضوء عن ماكينة للمعيشة. هم قال لك البيت هو كائن حي بيتنفس وبيعيش وكانه كائن حي. فانا فعلا ادركت بقى الجزء مهم. البيت اللي احنا بنصممه هو مش هينفع يفضل ثابت لانه ببساطة شديدة جدا ان الاسرة نفسها اتياجاتها بتتغير. الاسرة بتنمو. لو اتنين متجوزين بعد آآ سنتين حيكون اربعة والاربعة دول بعد مسلا عشرة عشرين سنة. حيكونوا تمانية لما تيجي احفاد والناس تتجوز وتبدأ تكبر. الولاد الصغيرين اللي انت بتصمم لهم قدة المام وهم صغيرين بعد خمستاشر سنة احتياجاتهم وطموحاتهم وافكارهم وايدريجيتهم هتتغير بالكامل. فخلاصة الكلام حتى لو قطيلا على حضراتكو ان البيت مفروض ان هو كمان يعني يستجيب ويمتص احتياجات الناس وطموحاتهم سواء في الحاضر او في المستقبل. فيه لكن من السهل جدا تحويلها الى اندور. حضراتكو هتلاحزوا كمان ان عملية اوليني او انا وسميه اللغة المصاري الخطي. كل الفراغات تقريبا متصلة بمصاري الخطي. بس عشان اكسر هزي الخطية. الشبابيك الداخلية وده كان في من السهل جدا في نظام الحوائط الحملة انها تكمل الايض وتبقى اه ابياب في حالة انه مثلا تحبينا نضم الفراغ رقم تلاتة ده. ويبقى جزء من البيت. اول فراغ رقم اربعة لو حبيت اضم على تسعة واعمل امتداد او الفراغ رقم تمانية اللي بباساطة الابانين ده اصبح جزء من التكوين الفراغ الداخلي. فكان هنا الميونة التصميمية هي الاساسة. طبعا والحسابات الماثيماتيكس تعملت. كل الماث بتاع المشروع بالكامل كان لازم يتعمل زي اللي انا وفراجتها لحضاراتكم. كنا زمان بنعملها على بالوضع وبالعلم وبالاكسل. بعد كده بقى فيه كمبيوتر كتير. اه لازم من ديزاين بيلدر. كزا برنامج يعني الحقيقة عشان عمل الحسابات الاساسية. اه موضوع عشان نشوف سلوك رواحة وسلوك الهوى فترة الصيف لو انت حابف الصيف نفتح بدل ما يستخدم تكيف. ايه الهوى هيدخل ازاي? طبعا مكان اه سينة او سنت كاتريون مكان البيت ده كان الهوى فيه رقعة. المشكلة هنا كانت بالعكس. انت محتاج تديلو تدفئة اكتر في فترة الشتاء. لان الشتاء ده وقت حواب تنخفض انخفض عالي جدا. في نفس الوقت يمكن السورة المنظورة للأسف مش كبير كفاءة لكن الكورت يارد ده اه حبيت ان انا اغطيهم جزء من التنت او جزء اه فابرك الاقمشة. الاقمشة دي كانت في الاساس عشان تحجز اشعة الشمس لكن ممكن في الليالي الجبيلة تام او تستمتع يبقى فيه اتصال مع السماء اتصال مع المتغيرات اللي موجودة. بعد كده بدنا نطور الفكرة ان طب والله بدل ما تبقى مجرد قماش طب ما تيجي نخليها فوق نتس. يعني كل النبا والمي المتجمعها دي ممكن في وقت من الوقت نقدر نجمعها وتتفلتر وتستخدم حتى للزرعة الناس عبيها. بتاعة البيت. الايكوهاوس مشروع كان برضو اخر انا هقدي بقى خلاص عشان وقتكو. اه انا بعتزر الاطالة جدا والله انا اسف. ده كان مشروع ياخد الجائزة الاولى في مركز تحديث الصناعة الخاص بالاكاديمية العبيل النقل والتكنولوجيا في سنة 2014. ده كان مشروع اتعامل مع الحكومة المصرية عشان الجماعة البدو اللي اتركوا من ازلهم او تم اترحلهم من اماكن نقدر نحن نبني لهم في سينة برضو في نفس الاماكن بيوت في مكان جديد. وهنا كان اهم تحدي بالنسبة لنا هو نمط المعيشة للجماعة البدو. البدو اللي عندهم مش رحالة طبعا زي زمان بس معهم عندهم فيه يعني حيوانات موجودة حتة الكورت يارد دي اساسية. آآ محتاجين طبيعي طبيعي. كمان باستخدام او الطربة المتكوكة. برضو كنا محتاجين ان احنا نصمم لهم عندهم عربيات عندهم يعني فيه احتياجات مهم. فكانت الفكرة بالسنترل آآ الفراغ السيلندر اللي موجود في النص ده. كان هو اللي منه حيجمع الهوى من اي مكان حييجي منه الهوى. ويدخل الهوى دي على الفراغات المختلفة للبيت. عندنا فرونت يارد او كورت يارد امامي وكورت يارد تاني خلفي. فيه خصوصية اعلى عشان للغسيل والحاجات اللي هي ست البيت هتكون محتاجاها اكتر. لكن الكورت يارد الامامي اللي ممكن يستقبل فيه الناس ممكن يبقى فيه اكتيفتي اوت دور لان البيت كان دايق فمش هيضر يستقبل كل الناس داخل المنزل. آآ هنا كانت التوجيه ماشي معنا كويس اوي. يعني السولر بانلز كان بالطريق احنا ميلناها عشان تبقى في مواجهة الوجهة الجنوبية. لكن في نفس الوقت هي هتعمل تقدر تعمل للهواء وتدخله الجوة. وبالتالي بايدو هتعمل كأنها فتمنع الاشاع الشمسي من هو يأثر على الفراغات الداخلية. فبالتالي اصبح عندي شل خارجي وعندي فيه فراغات داخلية محمية تماما من الشمس ومن كلام ده. لكن الهواء رياح بتدخل لها. بايدو الموضوع ما ينفعش عدي من غير من عمل بتاعتنا عشان ما اطمئن كده. ان الموضوع شغال كويس. ونفس ونفس اللي هدته لحضراتكم عشان نتمن من ونطمن من مستوى الاشعاع الشمسي. حضراتكم هتلاحظوا الجزء اللي بالاحمر على الشل الخارجي. او على الاطار الخارجي لكن اغلب الفراغات الداخلية في اقصى وقت لو وقت الضهر ساعة ناشر. ساعة واحدة ساعة اتنين. هتلاحظوا ان الفراغات الداخلية الحمد لله تعتبر منخفضة الاشعاع الشمسي. اللي بيتعاود الاشعاع الشمسي في اغلب الوقت هو الجزء الخارجي فقط. بعد كده الناس قالت لنا طب ممكن نحول المشروع ده الى مشروع اه مالتي فلور قلت لهم ممكن. قالولي هتحل مشكلة السولر بانيلز ازاي? قلت لهم والله ممكن بدل ما كانت السولر بانيلز كلها على سقف. نقدر ان احنا نعملها كأنها نحمي منها خصوصية الناس. يعني الناس اللي واقفها تحت مش هتكشف البيت. وفي نفس الوقت تجمعلك الطاقة اللازمة لكل طابق من الطوابق. والجزء الزيادة اللي حيكون موجود فوق عشان خدمات العمارة. اه جينا لمشكلة طب هتعمل السلالم ازاي? قلنا والله ممكن الجزء بتاع السيلنر ده هو اللي حيتحول الى اللي موجود اه عندنا. ده كان التصور بتاع البيت برضو اللي موجودة اللي يعني حاولنا قدر الامكان نحقق لهم مقدار الراحة بتاعت بيت تكلفة اللي كانت محدودة جدا جدا في هذا الوقت. مواحل البناء. قلنا ولا احنا مش لازم البناء يكتمل. احنا ممكن من اول المرحلة رقم اتنين. البيت هيعمل يعني هيبقى خلاص قابل للاستخدام. مجرد ما عملت بس الجزء الاساسي السيلاندر كان. حاطيت الطابق الاول والتاني. بعد كده طبعا انت كل ما هتبدأ تزود مرحلة من المراحل. هتوصل الى اهداف التصميمية كاملة. لكن ده مش حيمنعنا ان احنا لو ممكن من رقم اتنين لانها كان مهم جدا نسكن الناس دي في اقرب وقته في اقصى الوقت. فالمجرد ما وصلنا للليفل اللي هو مرحلة رقم اتنين على طول سكن الناس. بدل المهم عادين في العراق يعني. بعد كده كامل البيت على مهلك والناس سكنة حيعمل البيت برضو مفيش مشكلة. اه في المشروع في ناء ده يمكن انا اتكلمت عليه في محاضرات كتيرة سابقة. خلاصة الموضوع. هو مظهر بسيط جدا زي الايفون من بره. لكن عشان يتم تصميمه اتحط فيه خمسين بند تصميمي بالكامل. وده برضو نفس فكرة الايفون لما ساكت الايفون وفتحته من جوره هتلاقي ان البردة بتاعته معقدة جدا جدا. الخمسين بند تصميمي دي كانوا خلاصة العمل البحسي في اخر 11 سنة. بداية من بيتي السعيمي. لحد المشروع ده اللي اخد اه الحمد لله جايزة الصفة اللي فات على طول جايزة بتاعته. ده كان السياق الحضري المخصص لهذا البيت. اللي برضو في نفس الوقت فيه فيها حاجة حلوة. فيه موجودة. فيه ابراج حمام. فيه حاجات حلوة فيها. مش كلها آآ فاوضة وفقر ويعني دينا مش كلها بهذا لا لا في حاجات حلوة. فانت ممكن تستخلص الفاليو وتبدأ تحل المشاكل. ده دورنا المجتمع النهاردة اللي هيجي كاجيال بعد كده قدام. هيسألونا هيحاسبونا التاريخ هيحاسبنا. الفراغ الفراغ فلاكسبل زي الفراغ همهارباع يمكن عادة تستخدمه بكذا حاجة. وهتلاحظوا حضراتك لنا دايما حريص ان انا استخدم المصطلحات الكلاسيكية القديمة. المجاز السلام لك. ملقة في الهوى الكورت يارد. بس هنا كورت يارد آآ او الفناء اصبح اسمه الفناء الرأسي. مش الفناء الافقي. احنا يا جماعة طلعين من هذه الارض. طلعنا من هذا المكان. ما نقدرش نتجاهل ماضينا. لكن كمان ما نقدرش نتجاهل مستقبلنا. احنا الحلقة الوسطى ما بين الماضي ما بين المستقبل. زي ما التاريخ بتاعنا مش مش هيسمح لنا ان احنا يعني ما ينفعش نسمح لنفسنا ان احنا نتجاهله. فالمستقبل مش هيرفع لنا تقصيرنا. فاحنا الحلقة الوسطى لازم ناخد وانطرع ناخد اللي تتساب لنا وانطرعه عشان نسلمه للي حيجي من بعدنا. الكورت يارد اصبح النهاردة متعدد الاهداف بايوفيلك ديزاين حط في زرع. تجمع من نواية تسمح بمويل هراء برضو هتلاقي من السقف ده من فصلت الحواقات الخارجية غير الداخلية عشان اشعة السماء الشمسي الخارجي. ليه ليه ما تتقبلش الحيوانيات والحياة البارية الموجودة. في نفس الوقت الكتلة الحضرية مش هتبقى مسمطة. هتبقى كتلة حضرية يعني الهوى يدخل من جورة ويطلع. ما تبقىش كتلة سماء. تقلل المفاهيم الجديدة والاحاس اللي الناس وصلت لها. ده بقى تكنولوجيا الحاضر اللي انت لازم تستخدمها. تنوع الثقافي المصري العالي. فبدأت اديهم حلول لانك لو ما ديتش حلول الثقافات المحلية المهمة كانت بتطرق الحوائط البيضة زي ما هي. لازم يرسم عليها. وحضراتكم هتلاحظوا كتير جدا من الاقاليم الشعبية والاقاليم المصرية وغير المصرية حتى والله يرسل لك صورة الحج والكعبة وهو راجعة من الطيارة او صورة البولود الجديد او صورة ايا كان. فانت ابدأ اديه الحلول لو في مجتمع حضر زي القهرة او زي جيزة او عبرا ثقافة المحلية مجتمع زي النوبة مجتمع زي سيوة دي كلها المجتمعات المحلية بتاعتك اديهم حلول لانك لو ما ديتهمش حلول هم حيحطوا حلول ممكن تتعارض مع اهدفك التصميمية. السيلندر اللي موجودة اللي هي كانت برج الحمام واللي انت طوعته دلوقتي بقى فيه وفيه وفيه كمان وبيجمع ميتة وسمتها بتجمع بتطلق لك بروتين بتطلق لك اه بتدي لك المية اللي انت هتستخدمها للزراعة. كلام ده كله برضو زي اللي حضرتكو عارفنا. اه لازم يتعملها بالسيميوليشن سوفتوير والانبوت داتا المراضي جيبتها كلها من تقرير لقيته الامم المتحدة كان معمولا عن منطقة الفيوم واختارت المكان ده عشان اه اشتغل فيه. حضراتكو هتلاحزوا حركة الهواء اللي موجودة في الملأة في الهواء الجديد زمان ما كانش فيه سيميوليشن سوفتوير ما هو ده فيه عشان تعرف هل المماردة كافي واللي محتاج يتوسع محتاج يدي الفتحات دي هل هي كافية ارتفاعها المناسب قد ايه عشان تشوف سلوك الهواء الداخلي دي التكنولوجيا الحالية دي الكالكوليشنز الانيشي الكالكوليشنز لكمية الاشعة الشمسي اللي موجود في المنطقة دي ودي تقريبا تقديري انها هتبقى خمسة وتلاتين سولر بانل هتطلع تعيبا عشرة ونص كيلو وات في اليوم ده متوسط سنوي بالمناسبة يعني انا عارف ان فيه بعد اوقات السنة ممكن تبقى الاشعاع الشمسي اقل شوية لكن فيه اوقات بتبقى اللي فالمتوسط السنوي تعيبا في اليوم بتطلع عشرة ونص آآ كيلو وات اللي هي تبقى كافية جدا تغطية احتياجات تعيبا اصر ومكرار من اربع افراد معهم موبايلات ومعايزين يشحنوها والكلام اللي احنا انا برضي لسه مش عايف السنويات الحضرية المختلفة اللي ممكن البيت ده يدبني فيها فكان من المهم ان احنا نحط التصورات لو هنعمل اكتر من طريق التجميع ودي قصص بالمناسبة ازاي التنوع الحضرية اللي موجود ده نقدر ان احنا ليه ده كان شيء مهم جدا ده كان الصورة يعني السياق الفيوم اللي انا اتكلمت فيه بعد ان الحمد اللي مشروع مفاز بالجائزة لما يتوقف البحث فيه او العمل البحسي ما زلت بكمل فيه عشان اشوف برضو سلوك اللي هو فيه وسلوك الرطوبة وما زال العمل جاي فيه دي بعض الديواجرامات مش هادة بنشر كل الورقة البحسية اللي انا بجهزها حاليا بس ده بعد الحمد الله مفاز بالجائزة وانا لسه شغال فيه بيت عيشة ده كان بيت للصحفية الموجود في الامارات برضو بنفس المفاهيم اللي انا نعيشتها وكل جناح سويت هتلاقي ان فيه كورت يارد منفصل والكورت يارد ده مستخدم عشان اضاءة نهارية وبرضو البيسيف كولنج او رياح يعني بيعمل كمال افهارة وده كانت تصميم المبدأي برضو ليه بحيث انه يقلل من استهلاك الطاقة يزود من التجربة الفراغية يزود من السوشال انتراكشن هي كانت الستة عايزة كل ولدها كل ولد من ولدها بمراته بيكون عنده سويت خاص به والستة كانت سفرت كتير كانت تحب اوي موضوع القتلات فقلت له هتصميم لك البيت كأنها مجموعة من السويت متوسطة جنب بعضها بحيث تشعره بنفس التجربة ديت فالحمد الله يعني اعتقدنا في اعادة عفوا ودي كانت الرحلة اللي بأسف جدا بتأسف لكم جدا على الاطالة فيها الحمد لله اه نشر التجارب المختلفة اللي انا اتكلمت فيها دي اتنشرت في اماكن كتير الحمد لله اتكلمت على ارشتكتوري جردوية ارشي ديلي اللي كان فيها بيت السحيمي مكتب تسكندرية حتى شغل الفضاء اللي حضر من حضراتكم محضرة بتاعة الفضاء في الفين وتسعة عشر مكتبة بأمم المتحدة لأعمال الفضاء دي مجلة معمارية برضو جايزة حسن فتحي والحمد الله يا احلى لم تنتهي والطريق لسه طويل بس الحمد لله عندي امل وعندي اه طريقة ان احنا ده بقى احداثنا فرق مع معين الشرق الاوسط ممكن يبقى لهم بسمة قوية لان احنا عندنا مخزون طراثي وعندنا اطموح ان احنا نتعلم التكنولوجيا وعندنا في نفس الوقت المشاركة ان احنا نقول اه كلمتنا يعني موجود مش بس للعالم الغير بلا لأجيالنا او لأولادنا اللي حتيجي لحد ديسمبر الفين واحد وعشرين كان من قوي من سبحانه وتعالى اخر جائزة معلش نعمل على هايلايت كانت اه تصميم ملاجئ في اليابان ودي هتلاقيها في المحاضرة اللي فاتت بتاعتي مع بي اي اي ام اروبيا اتكلمت عليها باستفادة دي المعارض اللي ربنا اكرم بيها دي وان شاء الله ان شاء الله في الشهر القادم حيبه فيه نقطة خضرة جديدة في اندونيسيا حامل راشة عمل تانية جديدة برضو لعود الفكر ده اللي هو نابع من الشرق الاوسط وبيستخدم التكنولوجيا وان شاء الله نقدر نقدم اه شيء جديد انهي المحاضرة بتاعتي بثلاث كلمات او ثري كوتس الثري كوتس دي ولا المصادفة بيكمله بعض اول كوت بتقول فكان لازم يكون عندنا الجراءة ان احنا نحلم لكن ما نتوقفش عند مجاهد الحلم فلازم يبقى برضو نآمن بهذا الحلم الان هو روزفلت لها كوت بتقول لك the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams ما تجيش تحلم وتفطي بالامل في النص لازم تكمل الطريق وما يفضلش الموضوع حلم فبقى بعد كده مالكم اكس قال لك the future belongs to those who prepare for it today فلازم تاخد خطوات عملية وتأكد ان العمل المستمر اهم حاجة يا جماعة هي الكونسيستنسي وليس النجاح نجحت مرة اتنين وتوقفت هتفشل لكن فشلت عشرين مرة بس انت مازلت مصمم ومازلت عندك مصابرة تأكد انك هتنجح النجاح مش في جايزة ولا في اه اه او او ولا حتى ولا مابل هو النجاح ان بعد خمسمائة سنة من النهاردة يقوله مش عليك انت يقوله على المجتمع اللي كان موجود اجداد نعمل لنا حاجة ده المهم الصدق الجاية اللي هتفضل اه بعد ما ماتنا بسنين ان شاء الله اشكركم على اللقاء اه اللي حابب فيكم يبعث لي اي استفسار حابب بيبعت اي رسالة حابب حتى يجي يسلم علي اهل المسلم بكم وروحب بحضراتكم في اي وقت وفي كل وقت اهل المسلم بكم واسف على الاطالة مرة اخرى. اه جزاكم لكل خير يا دكتور يعني محاضرة ممتعة ومفيدة جدا وتدفع الواحد للتفكير واستاذنك بس في بعض الاسئلة لو واضح ذاك يسمح. فضل فضل اكيد. الله اكلمك. اه دلوقتي في سؤال كان اه المهندسة هيام زاكي بتسأل هل وارد ان التكنولوجيا دي تقدر تفيد على ارض الواقع فات شعوب المنكوبة مثل اللاجئين السوريين? اه قاطعا اشكر طبعا مش مهندسة على سؤالها واستاذنك لو تقدروا ترجعها المحاضرة اللي انا عملتها مع بيئة ايام اروبيا المحاضرة رقم اتنين دي المحاضرة رقم تلاتة المحاضرة اللي فتت على طول كانت كلها مخصصة للاجئين بس مع اللاجئين مش بس تكنولوجيا احنا اهم في شيء في اللاجئين كانت تلات مبادئ او سهولة الحركة التكلفة الاقتصادية المنخفضة وتغطية الاعداد الكبيرة او ففي كزا تجربة انا عرضتها ولو حضراتك حابة اه ممكن ترجعها حتى المحاضرة اه يعني ممكن تبقى فيها اجابة اه وفاية بازن الله على اه استفساراتك. طيب في سؤال من المهندسة حاليك باشمهندس عمر لو تقدر تديهم الرابط. اوه هحط الرابط حالا. اه طيب في سؤال من المهندسة ما هي بتسأل ممكن اسم البرنامج اللي بتعمل به محاكاة للرياح. اه هو كان فيه برامج كتير جدا جدا. انا بدأت حياتي الاول باليكوتكت وبعد كده اه اكتشفت ان هو ما كانش دقيق. لا مش بس وقف ما كانش علميا دقيق. تمام. اه تناولت بعد كده البرنامج الفسائي ولم بدخله مع برنامج كان اسهل علينا بس بعد فترة توقف. حاليا انا بشتغل بتعلمت شوية كان واحد جدا جدا. لكن اللي بتحت فيه اكتر كان بس هو بطيق شوية او تقيل شوية على الاجهزة. وفيه طبعا لو انت حضرت بتاعف تشتغل دي الحلول المتاحة يعني. وطبعا لو فيه شيء تاني اه اللي عندك علم اكتر ممكن بقى اه بيسمى او بيسمى فيه برامج تانية يعني اكثر طبس محتاجة حد يكون فاهم في تشغيلها اكتر. اه تمام. طيب اه استاذنا الدكتور اه عبد المحسن تفرحات استاذنا الغالي سفضل استاذنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله بكاته. محاضرة ممتعة و اه قيمة و اه شغل اه كالمعتاد يعني من الدكتور سامر قيم. شكرا حضائك افندم على زوقك. اه مليء بالابداع الحية. اه يعني اهنائك و ادعي لك ان شاء الله بدوامل القدرة على العطاقة. اه محتاجين الدواء لان احنا لسه في اول الطريق. ربنا يا رجل. بازن الله. بس انا ليه ملاحظتين الحية يعني لاثراء الحوار او يمكن انا غاب عني بعض اه اشياء لان البيتين بيت السحيمة في القاهرة وبيت اريزونا. اه لهم الميرتز بتاعتهم والجمال بتاعهم. بس ال اه ال اه يعني هي. اه يمكن تلقى من الهوت هيوميد اه كلايمت اكتر من الهوت اريد اه كلايمت. صحيح. صحيح. اريزونا لو صحرا يعني. صحيح. اه المشكلة ممكن تلقى عالك بسهولة لو ممكن غلقها بمعنى انها تفتح مساء فالهوى يمر يعني كله يتبرد بالليل وبعدين الصبح عشان الاحتفاظ بالبرودة يبقى في وسائل غلق وإلا هيضيع الهوى البارد صباحا هيخش الهوى السخنة هيسخن الدنيا لا حق فعلا فهذه الجزئية والله مشكورة على هذه الاضافة فهي فكرة يعني خزاج من المساء اللي هو باي كونفكشن وإنه بيحتفظ بي لأقصى ما يمكن صباحا فانت بالفليكسبيليتي الرائع يعني أثبتتها في حاجات كتير ممكن قوي في موفابل ويندوز سلايدينج ويندوز أو فولدد يعني طرق مختلفة بفتحات كبيرة يمكن محرك مزبوط فعلا يحتفظ بالهواء البارد المسجد بتاع دبي أنا مش هعلق على أنا مختلف شوية الحقيقة مع حضرت لك حق الاختلاف كاملة لان أنا قلت بني فيه فعلا مشروع دا من مشاعية اللي بتثير قدر كبير من الجدال وفي وجهات مزر مختلفة أنا بس حبيت ان انا عارض أو وجهت نظري في هذا المجال لا أنا بختلف وانا بحترمه يعني بحترم جدا وانا بحترم اختلاف حضرتك طبعا ان فيه قوية جدا بس كنت انتظر برضو يبقى فيه شغل يعني غير موضوع الفلور اللي بيعمل توليد كهاربا ان يبقى في التهوية وفي الإضاءة كان ممكن برضو يعني استغلال الكيرفز والسكالت تساعد في التهوية أكتر وأكتر غير كده أنا شايف يعني كم من الإبداع رائع ربنا الله بك فهلاك لا تسمح لأورد بس على المقطتين دول الكلام حوالك مزبوط فيما يخص بتاعة الكورتيارد أنا متفق تماما مع حضرتك ويمكن التجربة دي أنا عملتها في بيتين اتنين بس آآ عيشة بيت عيشة اللي هو كان في الإمارات والبيت التاني اللي هو فيما يخص العمارة الصحرارية آآ كانت بالنسبة لنا كانت أهم بسبب اللي كان موجود بتعريح لكن طبعا أنا مدرك ممكن اكتشف بعد كده في آآ النياة اللي عندنا مشكلة فيها لأن فعلا هي مش هيحتفظ مش هيعمل كأنه خزان لضربات الحرارة زي ما احنا كنا متعرفين عليه في الكورتيارد التقليدية عشان كده انا محبتش ان انا اطلق عليهم ان هما كورتيارد هاوسز آآ سميت عليهم الدابل فسادز انا فساد واؤتر فسادز وسميت عليهم يمكن فدي كانت النقطة الأولى لكن آآ طبعا آآ يعني أنا مش متسبف برائي معين بالعكس انا بحتاج لوجات النظر ان مختنع ان آآ مرحوظة حضرتك دي ممكن تثي العمل واحنا في الآخر انا بصنف ناس ان انا طولة يميذ ومش حتى تلميذ فأي وجهة نظر وكل وجهة النظر يجب ان تؤخذ في الاعتبار النقطة التانية الخاصة بالمسجد برضو كلام حدث مزبوط لو كان آآ عندنا وقت يمكن هنحرر اخصص وقت لها لشعرحها بالكامل الشيء اللي انا حاولت استعيره من فكرة القبا وانا ما عملتش قبا بمين اذا ما عملت تكوين فورم آآ يمكن بيصنف باسم بس كمان القبا كانت ده مني تعلمنا انها جزء منها بيشعر تحت الشمس او جزء منها بيتعرض لاشعر الشمسي وجزء منها تحت الزلال ودي كانت قوة القبا لان الفرار الداخلي للقبا جزء منه تحت الحرارة جزء تحت البيوضة فبيتم تقليب الهوى فيه ودي كانت التجربة الموجودة لكن هو الحقيقة المبنى كله كان مبنى كوي عشان هذا الموضوع لو انا عندي حائط واحد فلات بيتعرض للاشعر الشمسي بالكامل فحيبالاشعر الشمسي على الحائط بالكامل لكن الحقيقة انا حبيت ان هو يكون بايده كوفيتشو عشان يبقى جزء فقط معارض للاشعر الشمسي جزء تحت الزلال وبالتالي بايده يقلل منها النقطة التانية ودي كانت الجمالة المبانية الاسلامية القديمة بتاعتنا فيها ان الزخارف الخياجية اللي كانت موجودة في المباني الاسلامية الحفر خاصة اللي كان موجود فيها حضرتك لو الحائط ده كان بدون اي حفر ولا زخارف حيتعرض بالاشعر الشمسي بالكامل لكن فكرة وجود الدوق والزل اللي بسبب الحفر ده خلى ان فيه جزء كبير من الحائط ممكن نصل الى 25% تحت الزل مع انه حائط فلات ده بسبب الحفر الغائر للكتابات والزخارف اللي كانت موجودة في العمارة الاسلامية وبالتالي ده كان بيوحي تماما ان احنا ممكن نستخدم او نستعين نفسها هذه التجربة بايدة فيها لكن دينا بايدة اه الحالي انا استخدمت حاجة اسمها اه سكن ده لسه واحد بيتنت من خمس سنين انه ممكن الالوان دي تتغير باختلاف تغير درجات الحرارة وباختلاف درجات الاشعار الشمسي بحيث يبقى المبنى يبان ان هو مبنى ديناميكي فبالليل ممكن تبدأ تلاقي الايات القرارة مضيئة مورة وده بالتالي الناس تقراها فتاخد اه صادقة جاية اكتر ففي ابعاد لسه الحقيقة انا حبيت ان انا اخد لمحة عن كل مشروع يمكن ده كان اه مش عارف كيف ممكن سوق الاختيار مني ان انا ما حبيتش اخد مشاعر اعدادها اقل واركز عليها في شرحها اكتر فحبيت ان انا قعد اه كاليدوسكوب او مجموعة كبيرة من مشاعرية بالاضافة الى او اللي هي التلات مبادئ اللي في اول المحاضرة يمكن كنت اه دردشتي فيهم شوية واشكر برضو حضرتك على هذا الموضوع وتأكدوا تماما يا جماعة اه كل اه ملحوظة بتقال المحاضرة مش مجرد رد من اجل رد بس هي بتسجل وهيتم دراستها وان شاء الله المشاعر اللي جاية حضراتكم حتلاحزوا يمكن ان شاء الله فيه هزي اه الفرق الثواب ينتج من النقاش ومن التبادل للخبرات اه دكتور اه دكتور هبا محروس ان شاء الله اليوم حضرة فيهم اربية يوم تلاتة فبراير اللي زوجة ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله بإذن الله انا بكلم اه اولا بشكر حضرتك جدا جدا على المحاضرة حقيقي هايلة جدا وواضح اول يعني انا اكتر حاجة هكباني ان حضرتك كنت بركز على الخروج من العناصر الاساسية لثقافتنا يعني الخروج من المحلية للعالمين فكرة ان انا اهتم بالتورز بتاعتي الكالتورت بتاعي وازاي كان فيه تفاصيل وفيه معنى مش فكرة ان انا بقوم بحل وظيفي انا بركز في تفصيلة بركز في معنى بركز في فكرة ثقافية او تبعا للشكل الروحاني او تبعا للعادات والتقاليد او تبعا للمردود الثقافي اللي احنا خارجين منه اه وحديك اصم يعني اصمرت ده وطورت ده الان هو يتماشى مع التفاصيل التقنية اللي احنا مكنين فيها انا بقى احيي حضرتك على التوجه ده جدا 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 والله وهي انا هقول لحديدك برضو على نقطة تعليقنا لازل نقطة امتع شيء للمعماري انا فوقي الشخصي لما لما تلاقي ان الناس اللي بره بتبدأ تتعلم وبتبدأ تعرف ثقافتنا اكتر عن طريق المنتج الفني والثقافة اللي بتقدميه للأسف احنا صورتنا بره يمكن اه حصلاتها شويه في الفترة الاخيرة الاعلام يمكن بين الصور غير سليمة عن اه اي حد جاي من الميدل ايست يعني بالناس بتخاف منه طب ليه يا جماعة لا بالعكس احنا عندنا فيه قيمة جدا وانا عندي فكرة ان الاركتكترا هي اكتر شيء بيفضل كما والثقافي بتواصل سنين طويلة بعد اي فيلم اي اه اغنية اي حاجة ثقافية اي منتج ثقافي ممكن بعد سنين لكن الاركتكترا بتاعت مش سنين بتاعت اه بتاعت قرون فبيوسل وسيلها المعرض بتوصل وسيلها يعني انا بشكر حاجة كمان على دية دي نقطة تانية كمان ان انت اديت صورة تانية للشخص المصري العربي المسلم ان لو ما يبقى موجود دلوقتي هو ليه تفكير وليه اه مرجعية ثقافية وليه اه تفكير حديث متماشي مع اي فكرة موجود دلوقتي فدي بصراحة انا يعني مشاركتي دلوقتي ان انا اشكر حاجةك على الحاجتين دول الله يباريك فيك افندي وماشاء الله حاجةك نجحت في حاجتين ان اكغيرت الصورة او قلت ده شخص مصري وعربي بيفكر بتقنيات انتو ممكن تكون دلوقتي مش عارفين تستغلوها صح او اصبحت نمطية يعني الافكار والتقنيات الحديثة الى حد ما بتتحول الى النمطية الا اذا بقى ليها فكر وبقى ليها معنى وبقى ليها مرضود فكري فكرة ان انا اخلي المبنى ليه سما وليه حركة وليه معنى مش مجرد ان هو وظيفة او ان هو بيحاول ان هو يعمل لي مستوى مناخي داخلي مختلف انا شايفة لده نجاح فكان لازم اشكر حاجةك عليه انا بس برضو ليها وجدت نظر حشارك حضرتك فيها انا شايف الحقيقة طبعا نقل ثقافتنا للخارج ده مهم لكن اللي اكثر اهمية منه هو نقل ثقافتنا دي لولادنا اللي حيجوا بعد سنين من دلوقتي بعد موقات السنين ده مهم جدا 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 انتم مش متخيلين اهمية الموضوع بعد ايه احنا المهاودة احنا عادين بنفتخر بالموروث الثقافي اللي موجود عندنا من سبعة تلاف سنة لكن هل فكرنا بعد سبعة تلاف سنة من المعاودة في المستقبل يعني احنا طوقنا ايه لأولادنا ده لا ده انا في وقعي مهمة جدا هي استدامة الفكر مش فقط استدامة بالمفهوم التقليدي للمناخ او حتى الاستدامة الاقتصادية لا الاهم من كل ده استدامة ثقافتنا الحالية اللي احنا موجود عندنا هوايتنا بالضبط بالضبط واشكرك يا فنم على اثاء الحوار انا مشكلة جدا لحضرتك وانا يعني متابعة ان شاء الله لمحاضراتك المستمرة وحنا منتظرين محاضرة حضرتك الاسبوع الجاي باذن الله يشاركني تعلي حضرك عليها اكيد الله يباريك فيك يا فنم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا والف شكرا على الله يباريك فيك واشكرا كنت جميعا على وقتك الغالي والله على بشماند الصمع وعلى مجهود النشاط الرائع اللي بيعمله يعني اللي هو الراجل ده والله والمجهود ده ما كناش التقينا اليوم فأنا بتقدم شكرا لكم وحنا هنفضل على اتصال باذن الله واشكر الناس الموجودة اشكر دكتور عفاف حضرتك بعض النورتينا النوردة والناس اللي انا هم بتعاود اشوفهم كل شوية اشكركم جميعا عرب يباريك لهم الف شكرا دكتور دايما منورانا جزيلا دكتور الله يكرمك انا اكدر بس ازان حضراتكم شكرا جزيلا دكتور وعياكم وحبي تسلم يا رب يلا ما حفظه امان الله ما حفظ الله سلام عليكم شكرا جزيلا دكتور